أفضل ألعاب عندك توب فايف والله هي تجارب أنا قاعد أجرب أجرب طبعاً أخوي معي وأخوي يعني فيصل ولا أكبر لا 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 أكبر خذ الكواليس يجرب معي موضوع الخلطة هذه لو كنت تكون صانع محتوى موش حق جيمي إيش كنت مني ننزرفت أول وراح الكارت وزعلت عليه ووقت تعرف شنو ينزرف كارت منك وأنت تشك طريقك في اليوتيوب هنا خلاص نهايتك نورتنا في دهريز يا عبد الله الله يسعدك أخيراً أخيراً جيتنا أخيراً بس أنا محتار لا أدري أسميك وش عليك مخاوي ملزلز مكلبش أباد 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 قطني حطني بالاسم اللي ناصبك فيه ناس تسميني مخاوي وش عليك ملزلز فيه ناس يقولوني عبد الله مطيري وهذا الاسم صحي طبعاً يفضلون ينادوني باسمي فيه ناس ترى ما أدري أن اسمي عبد الله مطيري فيه ناس إلى الآن وهذه الصدمة أنا مظلوم الذي فيه ناس إلى الآن لا تعرف فقط يمسكون على ملزلز ملزلز بالنسبة لهم خلاص زي ما تقول هذا براند صار وهو بعل البراند هو اسم هو خلاص اسمي سبحان الله سوق نفسه بنفسه والله هدليك صراحة الاسم جميل يملزلزين ويمكلبزين ومكلبزين ومن بو ناصر الله يسعدك مكلبشين هذا أبو ناصر أبو ناصر الله يهدي عطاني مكلبشين هذا مكلبشين ما أودنا فيه فقط جاءتنا وسويت عليها سلسلة كاملة إن شاء الله لا الاسم سبحان الله الاسم يعني أنا دائما أشوف الأسم يعني تسوق للشخص نفسه إذا كان الاسم رنان اسم حركي اسم يعني يمسك إذا يمسك الاسم خلاص أنا ترى اسمي الأول قبل قبل ملزلز كان عبد الله جيمر أوه يخي اسم عادي عرفت بس تعرف أول كان النظام في اليوتيوب أي واحد يضع اسم يضع وراء جيمر وخلاص يضع وراء جيمر ويمشي سعودي جيمر سعودي جيمر في راس جيمر خلاص تمشي ولد على جيمر بس شنو سبحان الله جاء موقف والموقف هذا لزقين يسم لزق اللعبة في لعبة شكلك باحث عن من أنت جايب جايب الماضي كله ماشاء الله تبارك الله يعني الشخصية اللي باللعبة كانت شوية متعافية أنا كذلك قلت ألهم لزلز هي شخصية شف أنا عندي مضام أو معروف الشي هذا عندي دائما اللي هو إذا كنت ألعب لعبة تختم لازم أقض مسميات على الشخصية على الأعداء على الشخصيات لازم هذه عندي متعة زي ما تقول هذا يعني ممكن سر من الإسرارة انتشاري بشكل كبير في ذاك الوقت أني قطت لازمات معينة هذا قط على اسم هذا قط على اسم سبحان الله جت مدري هي ظاهر أنه وحش متين إلا هو متين في لعبة ذائفة وذنة ذائفة وذنة يجيني أولاد في كل مكان غفني متين ودب عاد قمت أعطي هي جت ترى كلمة خيرة قط حلو وجميل وملزز وشبك حلو وجميل وملزز وقعدت كررها 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 سبحان الله لقيت الناس كلها بتعريقتنا ملزز بس اللي أنا أعرفه القناعة الأساسية وش عليك أو مخاوي أصلا بعدين غيرت الاملزز لا الأصلية ترى وش عليك بس اللي حاليا اللي ملزز هي هي وش عليك هي وش عليك أصلا لها قصة بعد ما استرجعت وهذا شكلا شايف كلام كثير لا عارفين التاريخ بس الجمهور أي هذا استعدتها طبعا استعدتها رجعتها وأصلا قناتي مخاوي هي أساس الانطلاق الفعلية في اليوتيوب مخاوي اللي هي قناتي اللي تعتبر حين الثانوية بس هي الأساسية لكن سبحان الله رجعت وش عليك تخبر أنت أول سالفة المتورك ولا تنتنظم ومدري إيش هنا أنا وقتها اليوتيوب ما أقصر أعطاني استرايك وأول استرايك كنا نقل استرايك كنا استرايك وسوى استرايك استرايك على الألعاب كان متعب لأن لازم تلاقي لك شبكة عندها كامل الحقوق والرخص لأغلب الموسيقى اللي تكون في الألعاب فوقتها استرايكات ماشية رحت الشركة الله لا يعيد شركة أصلا معادية لنا انضمت لنا مكتبتها حق تلعاب كبيرة فكت من حد عليها من حد عليها سبحان الله يعني مشيت عليها في وش عليك أول ما دخلت في وش عليك كنت متخوف أن يجين استرايك فقلت بادخلنا شبكة وبكمل فيها وكفلت سبحان الله مع الوقت خلاص وش عليك اللي كانت قناة ثانوية صارت أساسية والقناة الأساسية صارت ثانوية سبحان الله أي والله ومشت الأمور مشت الأمور ما تغيرت الاسم لازلز توقع 2015 من أول ما استلمت وش عليك طبعا هي قناة قديمة بس من أول ما استلمتها هنا اسمها ملازلز خلاص راكب عليها ملازلز يعني وش عليك موجود بس ملازلز ركب أكثر وخلاص انطلقت بالاسم أي سبحان الله واللي سماني هو يعتبره جمهور أمور يسموني أمور يسموني ملازلز مشت عليك الكلب وكثر ما تعيدها ملازلز بس والله يعني سبحان الله الاسم غريب عجيب لأنها أكثر من معنى في مصر تلقانا معنى في المغرب تلقانا معنى في أغلب الدول تلقانا معنى بس لعلي أنا أخذت المعنى اللي هو من مصر من مصر الزعيم هذا الإمام دائما يجيب طارق يكلمت بلازلز يقول حتى أذكره في فيلم مرجان حين مرجان قال عاوزين حاكم لازلزم كالبازة يوم قال زي كذا خلاص خلاص أنا أرجع فيك وراء وراء في الذكريات أرجع أول جهاز ألعاب ومتى بدأت تلعب صارت عندك الرغبة في دخول هذا المجال لا تبقى جهاز أنا امتلكته ولا جهاز موجود في البيت في فرق إذا أنا امتلكت الجهاز أنا أعتبر بأس ون هي أول جهاز أنا امتلكت حرفية يعني لي جهاز هذا العبدالله بس قبل كانت هناك جهاز العيلة لكن أي لا طبعا عمرك طبعا كان في الأتاري بس أنا ما كنت أعرف ألعب فيه أنا ألحك تلي طبعا لا أقدم منك جيل جيل واحد أنا أغلنا نصدرك طبعا الأتاري ذكر أبوي جابه أخوي الكبير أخوي تخضر على الأتاري يا أبو قير هذا يا اللعب يا اللعب بس فعليا يعني أنا وقتها كنت يا دوبك يا فنب الأجزالي لكن اللي فعلا فعلا لعبت علي هو كمبيوتر العاية أول واحد آه حسنا هنا بديت تدخل مع المسدس خبر المسدس الباطة ماريو نحرق يا ولد هنا وقتها مصفي لي يحترق هذه أياما أياما لمنتندو سيقا بعد سيقا كذلك لكن بس ون هنا خلاص بدت تتكون عندي فكرة امتلاك جاهز واني أنا بيلي واني هذي بحديث نجاحي وشي اللعبة اللي أدمنتها في البداية يعني أكيد بيستيشن تشتري بس ون تشتري معها لعبة ما اللعبة اللي أدمنتها اللي أدمنتها وحبيتها يعني هذه اللعبة يعني ما يحتاج أقول لك ريزدنت إيفل ون يعني من اللي بي دائما الرعب أي والله هذه الأولى واللي حبتني فعلا في شيء اسمه بلاستيشن يعني من ريزدنت إيفل ون يعني مو بس أنا ما بيتكلم عن الرعب أتكلم عن بشكل عام يعني أنا ما انسح حتى وقتها كان جايبه لنا وولد زيرانا جايب للشريط وولد حنا صغار ما نحيط شيء وخوف ورعبه وما تدري شو تستهد يعني فيه إدخلات كانت تجين أول غريبة فالشريط شدنا وولد كان عليه صورة جوم الجماء ومدري إيش هات بس بألعب أجرب جربناها طال عمرك أخوي ألعب يعطيني ليدها شوية ألعب وما تشوف إلا الزومبي طالعي مين يساء؟ المشهد اللي تمر في الممر وتطلع لك اليد بلنافلة هذا هذه عادة هذه توب هذه مصيبة هذا المشهد يعني خلاني كذا أربع يوم خمس أيام ما أمشي في الظلام في الليل كل شيء والله اللعبة لها تاريخ جدا كبير خصوصا عندنا حنا العرب يعني المطوريين نفسهم منتج اللعبة وهذا يقولون حنا ما ما جناكم هنا في الشرق الأوسط إلا لأننا شايفين شريحة كبيرة جدا محبي لسلسلة ريزدينت إيفل يعني بشكل خاص فكانوا منفتحين لنا يابون أسئلة يابون أشياء ذاكرة وقت لما قابلت المطورين كان حلم بالنسبة لي أن أشوف مطور اللعبة اللي أنا أحبها فأنا أشوف ريزدينت إيفل فعلا أنا من الألعاب اللي أحبها طبعا فيه درايفر فيه بيبسيمان فيه الألعاب كثيرة بس أنا أتكلم يعني يعني قصة عشق في باقي الوقت يعني أول لعبة تختيم لا لا مو أول لعبة تختيم بس أول لعبة أنا فضلتها أو صح لعب قبل العب كثيرة بس نتكلم عن اللعبة اللي خلاص فالتختيم يعني عشق عندك من البداية أخاصك أول لعبة ختمت على يوتيوب هي نفس اللعبة برضو هي نفس اللعبة أخترتها لأني من كدر حبي لها يعني أي سنة كنت بدأت تطلق على يوتيوب اليوتيوب سنة التختيم هذا لا صح، سؤالك حلو الصراحة ترى التختيم هتوقع 2012 لا هو 2012 هتقدم منه حتى لا نحن نبدأ في 2014 محتفين فيكم كبير فترة عشر سنين صح 2014 ولكن لا أنتم قبل من زمان موجودين بس اليوتيوب دخولنا اليوتيوب تأخر أنا متأخر طرف الألعاب كنت أتنزل شروحات منتد المنتد؟ كل شيء ربحات حتى تعرز أنتي فلا سوي شرع بس سبحان الله ممكن ما بدايت أن أتأخر في الختيم وفي ناس ممكن كثير أو قليل قليل يتذكرون أن أخذت من قبل لا أطلع بالفيس كام أنا فيس كام تقريباً في 2014 وهذا بداية الانطلاقة الفعالية اللي هو ظهور ظهور الخشة أبو إبراهيم أنت تدري أول الخشة ترنت كامت أي يوتيوبر حتى مفلة ظهور الخشة كان أول ضربة بالنسبة لأي قناة ترى على فترة قريبة صار اللي ما يطلع خشته وهذا قناته ممكن تندمر إلا إذا كان هو استثنائي أي صحي إذا كان استثنائي تماماً لكن بشكل عام اللي الحين ما يطلع وجه ولا شيء ترى بيتأخر عشر خطوات وراء خصوصاً إذا كانت صناعة المحتوى اللي هو مختارها ألعاب أنا لا أتكلم عن محتويات أثنانية هناك محتويات فقط صوتية ومبدعين صراحة صوت ويضيف لك كلام مبدع لكن بالألعاب أنا أرى مشاعرك يا أخي أرى ردة فعلك أرى تعبير وجهك أرى ردة فعلك إذا جيت عند الوحش عند الممر ماما في ما قلت لنت أرى ردة فعلك هنا ويش بتقول أذكر أذكر ردة فعلك في ألدارينغ كنت تحت في المائى تختيمة أخوك فيصل ثقيت في المائى ثلاثة 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 وثفين بالمئة من الأرض ماء أو المليش هذا هذا رجل جدت تلقائي وفيه بعد أثنانية و هذه اللقاطات العفوية هنا هي اللي فعل الأشياء هناك واحدة منها اللي هي في مدينة لما كان يقول لك انظر إلى النافذة مصيبة كان أنا مسوي لك حركة جنب سكير خليك غسر يا بيك أنت لعبت صح والله الجزء الثاني لعبت بس مكتب لا 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 للأسف أنا آخر خبري الرابع وعدت حما الرابع بس إن شاء الله الرميك الثامن الرابع كنت تطلق على مايك مايك ينقذ قد رح تطلق عليه وين يا آخر آخر خبري يوم كنت ألعب عن قطعة الجيمي بس معنا العودتي حاليا مع البي سي تختيم اللي هو الرميك حاليا أنت جيمير بس ظاهر نقفتها طويلة نعم قطعت فترة مرة مرة طويلة بس عائد حاليا بقوة إن شاء الله ليش لا فرصة ونخطف الثامن ليش لا لازم نخطف نتحمس لي اللقطة هذي إن شاء الله ففي لقطة صراحة يقونية ممكن تدري يعني والناس حتى كانوا بس ينتظروا ردة فعلي على مكان هذا المكان حاطين فيه مفاجأ لك بس ما رح تعرفها طويلة بس صراحة مصيبة أهم شي الجمهور أننا بس مذكرينها حركت عليك أنا أيوه عادي اللعبة نعزلة من قبل كم سنة أهلا لما ألعبت فهي عندنا أحلى في مجال الحرق الحرق مشكلة في الألعاب بالذات يعني بس تدري أنين الحمد لله تجاوز هذا الشيء يعني الحين الحمد لله الألعاب تجيني بدري من الشركات أنا راحتي لحد يحرق علي ولا شيء أنا اللي أحرق على العالم والناس يحرق علي فيكون عندي زي ما تقول يعني وقت إضافي أني ألعب اللعبة وختمها وخلصها وبعدها أبدأ نزلها على اليوتيوب وكنت مرتاح جدا يعني أفضلية لك أو أنك ما ينحرق عليك شيء من الجمهور لا لا ما ينحرق عليك شيء وغير كذا يعني الوصول المبكر للعبة يعطيك بعد استكشاف أكبر أنك تأخذ وقتك راحتك في اللعبة ما تنضغط أنا أول كنت لما أخذت لعبة قبل أن يتواصلون مع الشركات كنت أخذتها بعد ما تنزل في يوم ومين أوكي وقتها كل شيء محروق عليك تدخل أي موقع كل شيء قدامه تدخل تويتر في الصور قدامه كل شيء في وجهك أصلا تدخل اليوتيوب ثمب نيل في وجهك النهاية بوس النهاية بوس النهاية يلا شو الفائدة فالحين أنا أرتحت الحمد لله ألعب اللعب أبادري ولا أحد يحرق عليه أخلص أبادري أريد أن أعود إلى موضوع الخشية لأن هذه الشغلة أنا دائما أتكلم فيها في مجال الإنمي أن المجتمع يكون منغلق على نفسه متسكر على نفسه ومو متقبل بالشيء فأنا دائما أضرب مثال مجال الإنمي أن الجيمينغ سابقين بفترة فكان في السابق يعني في حرج منك تطلع وجهك وكذا 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 الآن صار شي طبيعي أن أي أحد يطلع وجهه ويظهر وجهه إذا ما قلت الناحية ناس لو ما طلعت وجهك ممكن تتأخرت حتى في تقدمه أنا إلا لو كنت تقدم محتوى مرة مرة مميز فمن وجهة نظرك أنت شيء السنة اللي فعلا انطلق فيها اليوتيوب في مجال الجيمينغ وصار خلاص يعني الكل يطلع خشته والكل يظهر سنة الطفرة أنا أعتبرها صراحة يعني هي السنة اللي شوف هي الحقبة اللي من 2014 إلى أنا شوفها من 2014 إلى 2016 صراحة أو خلينا نقول من 2013 إنه 2013 نوعنا بس 2014 إنه 2016 على قولتهم اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب فعلا لأن بعدها خلاص صار كشي سريع وثيرة كشي صارت تتسارع معادي مديك تلحق القطار مش راح فهذه نعتبرها سنة الطفرة شوف بالعربي أيام سعودي قيامر أيام الكوميونيتي الأول الشباب وهذا هنا قبل أن تصير موضوع الفرق والأشياء هذه قبل أن تصير كان هنا فعلا لما كان اليوتيوبر سولو كان يطلع خشته كانت لها قيمة وإضافة وانطلاق للمجتمع كله تخيل يعني يعني إلي جاء قبل اليوتيوبر وطلع خشته يشجع اليوتيوبر يشجعهم فكلهم يطلعون أنا أنا شخصيا تخوّفتها في البداية بأن تخيل أنا ممكن أكبر من اليوتيوبر كلهم من يطلع خشته بس تخوّف في البداية شعور كده كنتي ورد حين أطلع وجهي خلاص في الشارع يعرفوني يعرفوني خلاص خصوصية ماد فيه مدرم توق بادي يصمر شوية خلي المور تمشي تاخد راحة من يطلع خشته قبل أنت ولا أبو ناصر لا أبو ناصر أبو ناصر أبو ناصر ترى أنا أعتبر يمكن رقم واحد في مجار التخيل في اليوتيوب الجيميغ اللي يطلع وجهه ما شاء الله بس برضو هو من 2011 سرقت قناة وصارت لها مشاكل أنا ما أتذكر في وقت كان فيها يطلع عاد المقري كان موجود ترى عندك لي أياه عاد الموجود ترى من زمان بس ما كان يطلع ما طلع وجهه لأتوب تأخر كثير مره فما طلع وجهه لأس عبدالله الدوسري يعني أنا أعتبره حجر أساس لليوتيوب العربي من الناس اللي طلعوا وجههم في البدايات أنا ما أتذكر ذلك الفترة من طلع وجهه من في عام 2011 عام 2011 عام صعب جدا بدايات بدايات اليوتيوب عام صعب جدا من اللي بيجيب كاميرا منه اللي ملم منه اللي بيصور بيمنتج بيختم منه عبدالله جاء كده من الأخير قال أنا تختيب فكان يختم وينزل بس كما قلت أنت الحذرة قناته وعرقيه لليوتيوب القديم والأشياء هذي بس أنه يعني أنا أشوف فعلا السنوات الذهبية لليوتيوب العربي كانت من 2014 أو 2016 في ناس جاءت في 2017 أو 2018 بس وقتها خلاص يعني تكون وتشكل اليوتيوب الناس المشهورة وقتها خلاص كان أول صعب أنك تنشر أول بس صعب لكن لك أفضلي لكن وقت طفرة ولك أفضلي بس هم شي يكون عندك شنو شجاعة زيادة يعني أنا أدري أن البعض ماضيهم يعني في اليوتيوب تردد خائف يحس نفسه منحرج من نفسه قبل بس ترى الإحراج اللي كنت تعيشه قبل هذا هو سبب نجاحك أنك كسرت الحاجز هذا بيشوف تغيير ما أحد يبدأ اليوتيوب ومنطلق صحيح وعارف كل شيء يمكن الآن أي الآن أنا أقدر أجي أعلم أي أحد أعطي كاميرا زي أخوي أخوي فاصل أنا أعطي كاميراتي أعلم ما سوي في أخذ جاهز عكس ما حت للطريق خلاص صار صار بالنسبة لشي سهل زي ما سويتوا أنتو لنا في موضوع الأنيمي أنتم ما حتوا لنا الطريق حنا جينا لقينا مجتمع الأنيمي عانينا في البداية أنتم اللي أخذتوا كل شيء على صدركم أنتم ما أخذتوا كل شيء على صدركم عانيتوا وجاءكم ناقدوا وجاءكم ولكن دخلنا حنا بعدكم لقينا الموضوع بسيط جدا وقابلية والمجتمع يشوفك ويتابعك فهذا يصير حاليا في مجتمع الجيمينج ستجد قابلية أكثر في حين إنه الجيمينج بدأ قبل الأنيمي يعني زي ما قلت من 2011 لا لا الأنيمي الأنيمي ترى ضعيف محتوى الأنيمي وتأخرنا وتأخرنا وأنا أتكلم باليوتيوب يعني ليس مثل الجيمينج الجيمينج لا الجيمينج شق طريقة بشكل سريع جدا والجيمينج قريب طيب مدام فتحنا طاري بناصر فنجيب طاري حمد الحنون ليم وديد خر في كاميرا الله يب شرف يوم هو معانا بخالد هو أخونا الغالي يوسف القروب هذا ما شاء الله قصتكم غريبة يعني كيف التقيته في البداية والله شف أنا أشكرها الرجل هذا ليس محمد الحنون عسل هذا الرجل أدار أكثر من حوار بيني وبينه في ذاك الوقت وبسرعة شبكني مع الشباب بطريقة يعني درجة ثنين كنت بتواصل مع الشباب في ذاك الوقت يعني أنا أشوفهم كانوا قروب موجود نسميكم قروب الشرقية قروب الشرقية أنا أشوفهم موجودين ما شاء الله روحهم حلوة ينزلون عفوية منطلقين وعبد الله كانوا معهم موجود عبد الله أبو ناصر موجود معهم سبحان الله أنا بتواصل معهم وقتها كانوا الشباب يعني صعب التواصل معهم بعضهم ما يرد بعضهم شوف رسالتك ما يرد أبو خالد هو الوحيد اللي جاء وصر يتواصل معه يحضرون العرس أبو ناصر ما شاء الله، أبو ناصر عندكم وأنا رفع سماعة قتب أبي أشوفكم أبي أقابلكم الشباب ما شاء الله سلموا على أبو ناصر فلخوا وراحوا ورجعوا ما أمدك تلحق لي؟ طبعا أنا كنت أبي أقابلهم واجب لكن لعلها خيرة سبحان الله، زي ما قلت لك توصلت مع أبي طالد نسق مع الشباب وجيتهم أتذكر في 2015 يعني أتذكر قبلت أبو خالد الحنوتي مع يوسف وكنت منزل معهم تختيب كنت شاركتهم تختيب قلت أبتشجع كان وقتها يمكن لي سنتين سنتين بادي أربع سنوات من 2012 دعني نقول ثلاث سنوات، ثلاث سنوات، 2012 لكن كنت أبغى أتشجع أن يطلع مع الشباب ودي أجرب ودي أجرب أني أصور مع الشباب أحس أن تصير أفضل كده قلت صورت معهم في ذاكروغ في 2015 أتذكر حتى لم أكمل التختيب لكن كان مرة كنا نذب ونسولف ونوضح وقتها سالفة جروب يلعبون لعبة تختيب صعب تلاقي أظن أن أول لقاء لنا معاكم كان في الكويت أو في البحرين ما أدري هل أنا واجهتكم يوم اللاعبين في 2015 أنا جيت ترى حضرت يوم اللاعبين نحن كنا وجدين بس توقع مال تقينة سبحان في شيء حلو ترى أنا قلت لك ليش الشباب لما تتعرف عليهم أنا الشباب كسبتهم أخوان قبل أكسبهم يوتيوب أخذوني معاهم قالوا تعال عندنا يوم اللاعبين 2015 مش رايك تيجي معانا وتتعرف على الجمهور هذا اللي كان في الحديقة طبعا هم متعودين الشباب ما شاء الله من 2013 يروحون يوم اللاعبين وأنا جديد على الموضوع فعالية شي جديد قالوا وأنت هتجلس حالك ماذا تستوي ترى حلاوة قالوا حنا ما نجع عشان الجمهور مو عجل الفعاليات قالوا نجع عشان الجمهور تعال التحم مع الجمهور أذكر 2015 لسه توني بازر ما يعرفنا ماكد ذاكي الصيت القوي رحت مع الشباب طبعا ما شاء الله الشباب الجمهور يعرفهم أي ما شاء الله صار موقف ما نساء كانوا يسلمون على الحنوتي يسلمون على يوسف أنا يدوبك واحد يدري يعرفك كثير يدوبك أي وما في أحد حتى جاني ذلك الواحد قال أفام أحد يعرفك هذا الكلام بين خمسة جنة قطار قلت لا لا أكيد يعني يعرفوني بس توني لسه توني بازر توني يبالي وقت كثيرا أصنع أصنع لسه جالس أصنع تاريخي زين وجالس طال عمرك شاق طريقي في اليوتيوب وجالس فأخذت فكرة عن المعارض وجوه المعارض دخلت أكثر من بوث تعرفت وقت ذكرني أكثر من يوتيوب رسلمت عليهم وتحولت أني تعرف عليهم يعني لا أتوقع في 2017 أكثر أكثر صرف بس في يوتيوب رسلمت عليهم بس يعني كانوا لا يعرفوني لا يعرفوني لكن أنا أعرفهم ليس الموضوع طال عمرك تذكر في 2016 الشباب راحوا بدوني حضروا بس الشباب في 2016 هنا ضرابت لنا فأنا ارتفعت كنت منزل تختيم المود المود رزينتيوب هذا أقوى هذا أنا أعتبر الانطلاق هذا الانطلاق الفعليين هذا الانطلاق الفعليين أنا ما أنسى الشباب راحوا حضروا يوم اللاعبين طلعوا من يوم اللاعبين اليوم الأول قالوا كل ما نجي ونمشي الشباب بس يسرون عنك وين ملزلز وين ملزلز قالوا فرق سنة واحدة شوف كيف تفجير الناس بس مازلوا عنهم قلت أجعل أنتم حمستوني أكثر الآن سنة الجاية معك سنة الجاية أنا موجود أتوقع السنة اللي شفتكم فيها وصورت معكم في الكويت أو في البحرين لا شوف 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 لا أصح اي جي ان بحرين سألنا البحرين قريب جنبنا لا لا أنا تقابلت معكم أنا تقابلت معكم تقابلت معكم في اي جي ان الكويت كويت لا لا الكويت أنا عامي موجود وانت موجود هذا 2017 أنا صراحة في ذلك الوقت أنا شفتكم كلان يعني قلت خلاص هذا كلان الشرقي بسروني بس ما ما صويت الكلان طبعا تعرف الشباب مقابلهم من زمان في البحرين اي 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 لكم معرفة فيهم سابقة لكن عرفهم قبل لا عرفك صحيح صحيح بس أنا لتذكرة في ذاك الوقت 2017 لما رحت بعدين إلى يوم اللاعبين هنا صراحة هنا أقدر أقول لك يعني فعلا فعلا هنا حسيت في الجماهيرية اللقاء الجمهور يعطيك طاقة إيجابية شيخ مطبئ جدا جدا أنا يعني تجربة جديدة بالنسبة لي كيف أني أتلاقى مع الجمهور كيف أنهم يعني تفاصيل دقيقة جدا يذكرونها لي ومتابعين ومتحمسين وفعلا في ناس طلعوا يتابعوني من أول بس جنوا قالوا ما حصلنا فرصة أننا ندري أنك تتجي حين ترى أنك تتجي فتجينوا عشان ندري أنك تتجي حتى أتذكر وقته تعرفت على شركات شركات تخيل كانوا يمسكون الشباب طبعا لا أذكر بالخير أضني أبو مريم جاء أخذني قال تعال بعرفك على كم شركة من شركات الكمبيوتر من شركات تطوير الألعاب تطوير الألعاب من ضمنهم يوبيسوفت قال تعال نعرفك عليها طبعا جاء وداني عند اللي هو كان مالك وطبعا ما لقام يطالع فيني قال شو قال لي شو قال هذا شخص عند قناة وكذا ونبيه في القائمة الأعلامية عندكم عشان تسوق لل إذا جت ألعاب جديدة يسوي لها ريبيو أو يسوي لها انطباع وكذا أنت شو قناتك شو طبعا هو يسأل زين بيعرف قناتي شوي كذا اللي في طابور وقف ورائب يصوروا معي أول ما شاف الطابور قال لا خلاص وقعني معا تم خلاص تم معانا أنت وبعدين هذا وقت أتذكر حتى أتوقع اكتفيجن بعد كلموني وفي تخير أقوى العلاقات تأسست في يوم لا في 2017 أنا هنا حسيت فعلا وأنا أنصح نصيحا أي شخص عنده جماهيرية لا تقتلها أطلع أطلع وقابل جمهور أطلع أدري البعض يمكن يقول كيف أنت طيب ما تطلع أنا طلعت أول طلعت أول وبعدين قابلت الجمهور وقابلت الشركات ودخلت على مقرات وبعد حتى أدخل دخلت على مقر كنت أدخل أحاول أتعرف على الشركات أحاول أكون قريب من الشركات أرض الميدان يختلف في الموضوع تماما تطلع لما يكون اللقاء وجه لوجه ويشوفون هم يعني شركات شوفون جماهيريتك قدامهم من الجمهور قاعد يصور معاك وكذا وأكيد فرق لما يكون يشوفونك جدي لا يشوفونك جدي بعد زيادة برضو صح أكثر هذا عملي أكثر يشوفون برضو معلوماتك أنك تتكلم معاهم ما شاء الله تبقى الله أنت يعني في ذا الجانب أهنيك صراحة أن قام في ما شاء الله تبراك الله مجال المعلومات عن الفريمات والكروت الشاشة وجودة الرسم هذه مشاركة حتى تشوفها على طريق لقاء الشركات تتذكر أسو سيمان وقام لي دعوة سبحان الله كنت بحذفها كنت بسوي لها كنت بسوي لها كنت بسوي لها كنت بسوي لها قلت ليش ما أروح أشوف كان حتى وقتها في يوتيوبر كان موجودين في نفس هذا فقلت خليني أحضر حضرت ربحت لابتوب حضرت ربحت لابتوب حضرت ربحت لابتوب وصارت أسئلة حتى في صلة السيف استغربت قلت مفرض أنت اللي تموز وانا قال غلاص ما يحتاج أنت اللي خدتها وانت استاهلها فتذكر هنا حتى وقتها أسوس السانس واني أنا جيت ودعوني على إفنت في دبي وقلت بحضر الإفنت هذا بس أتذكر وقتها يعني قلبي مال كثير لرزدنتيف لأنني كان يوافق نفس الوقت فالتختيم قلت لا رزدنتيف المخرج والمنتج واصلين هناك في دبي أنا بروح لهم فرحت لهم واعتدرت إلى أسوس طبعا ولكن لا تزال مشارة تربطتكم مع علاقة ممتازة مين؟ أسوس أسوس طبعا علاقة جدا ممتازة ويعني ما شاء الله عليهم انتشارهم الوطن العربي موجودين عندنا في السعودية حتى قسم لابتوبات والأجزة المحمولة نشطين جدا جدا وحتى فعالين وحتى يعني علاقتهم مع باقي صناع المحتوى ترى جدا ممتازة وعندهم انفتاح عندهم انفتاح على صناع المحتوى مو بس منغلقين فقط على التقنيين لا يتطلعون أكثر لصناع المحتوى أنهم يعني يعرفون أن صناع المحتوى هم اللي عندهم جمهور أكبر أصلاً ايه فما شاء الله عليهم نشطين نشطين من هذه الناحية ففرصة كانت كبيرة جدا من قبل تواصلت معهم ورحت لبنت حقهم ربحت نابط بس ناس طبعنا كيف بعته بس أنني يعني استفدت منه مرحلة ماذا أنا صريحة؟ صريحة بعته بعته أنا ترى أبو إبراهيم ترى أنا على فكرة أنا في أشياء والله اتخذها من الشركات أبيحة معنى المقروض أني احتفظ بيها واستخدمها بس وقتها أول ترى مريت في مراحل صعبة طفرة تعرف ماذا طفرة؟ لم أعد أنك جبت الموضوع هذا بالروح على سلفة الماثربورد مكلبش موضوع مكلبش أول ماثربورد طلبته أولاين من المنتدى أحراج موقع حراج هذا كرتشاشة 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 وانزرفت كرتشاشة وانزرفت 500 ريال يعني الحين باللسبة لك كرتشاشة هذا ولا شيء يعني بقتها يوقع أنك انزرفت هل كنت تحس أن بإذن الله مستقبلا بيكون عندي قناة وبيكون عندي بتجيني كروت شاشة مجانية هذا الغريب هذا أغرب هذا أغرب شيء ممكن يحصل لدخل المجال غير الكروت المعالجات عمري ما تخيلت يا شيخ ولا واحد بالمئة أنه ممكن يوم من الأيام تكون لي علاقة مع شركات كبرى وأنهم يعني يمدوني في الأجهزة تحت الانطباع يعني لسه ما تم ما بعد تصدر ما تم تم إطلاق إلى الآن إذا تعطيهم انطباعك الأول يعني ربا ضارت النابع يعني انزرفت أول وراح الكرت وزعلت عليه ووقت تعرف شنو ينزر الكرت منك وانت تشيك طريقي في اليوتيوب هنا خلاص نهايتك معنك في البداية والوضع المادي حرطين نهايتي كانت لكن سبحان الله عرقلة بسيطة خلتني أصممني أكمل عرقلة بسيطة وزي ما قلت لك أتذكر وقتها أنا أزل شي ضحكني في الفيديو أنك تجيب المرسلات اللي بينك و بيننا المنتظر طبعا بس أنا ما حطيت اسمها لا لا أقصد أنك تجيب الرسائل وتتقول لها أراح الكرت صراحة الأهنيك يعني أنك قدر ترجع للرسائل هذه تلقاها موجودة وإلى الآن ترى سبحانه غير وترغير واجهة المنتظر بس أنه لازل الرسائل موجودة بس الرسائل محفوظة وأنا دخلت عليها وطلعت كل شيء وعضويتها ترى موجودة بس أنه سحف لأنه شغال الله الله يسترعلي الله يسامح عنا ما نبي من شيء لكن يعني لكن ما عرقلني أنا أشوف هذه معنها تعتبر عثر البعض ممكن يشوفهم هذه التنهيق تماما صحيح؟ لكن لا أنا قلت يا حبيبي أشوف أنا عندي حب في الأشياء هذه والله لأشتري لي واحد ثاني ودبر لي كرتاني ما عندي مشكلة طيب وشركة الشحن بدون ذلك النسب اللي عرقلت مشروع الجوالات ما في مجال ترجع المشروع الجوالات والله أنا كان يساعدني صراحة أبو خالد لكن الموضوع لأنه أنا تواصلت مع نفس مدير الفرع نفسه وأكثر من مرة دخلت معه وقال أنا موضوع طلع من عندي يا أخي عادي هذه تصير ترى لأنه أنا كنت وقتها أبي أتجر أبيها تجارة هي بس يعني عثرة وصارت يعني ممكن لحين تقدر ترجع للمجال لو بغيت ولا خلاص الشغف ما أتجر لا 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 له ترتبات وخلاص أنا لقيت طريقة ثانية لأنه أو مساكت طريق ثانية مختلف عن طريقة التجارة هذه صحيح لأنك كنت بشتري حتى محل جوالات كنت بأخذ محل جوالات كامل أجرة وأبيع فيه ووقتها كان وقتها التحول هو بداية جوالات جوجل لا 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 سعود اللي هي المحلات حسنا قرار تستعود محلات جوالات نعم فكنت بروح أنا بأسوي الشي بس سبحان الله مكاني ما كان هنا طيب خلي خلي بأعطيك سؤال يعني لو أنك من طلقت في اليوتيوب وما تأسست قناة ملز لز وش كان يكون ملز لز تجارة تاجر محل جوالات تاجر تاجر ما بيقول لك محل جوالات أبأقول لك تاجر أنا طريقي أنا شايف طريقي طريقي حق تجارة ربح وخسارة ما أدري أنا ما أحس نفسي يعني يعني يما الوظيفة عرفت الوظيفة موعد لازم صاحب جنبز الشيء استقل تلتزم أي وبأي لحظة ممكن سجلك يصير في شيء فعشان كذا يعني لا أنا شفت أني معني مؤهل أني أخذ وظيفة والتزم فيها أو أتقدم الوظيفة شفت نفسي في مجال أني أدخل صناعة المحتوى في بداياتك هذا كانت في بداياتك أنا أتذكر قبل يعني كان عندي إصرار في شغلة معينة حتى كان واحد من أخياتي كان يقول لي أشتبي كان معي لابن يشتبي لي قطة هذا يضيع وقتك اطلع معنا قلت هذا يضيع وقتي والله لأخلي طلع فلوس سبحان الله في ذاك الوقت كان هذا من 2009 إصرار أقول له أخلي طلعني فلوس هذا الشيء كنت عارب في شيء يصير في شيء يصير بس أنا ما أدري لكن سبحان الله أنا أصريت أصريت وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله من شاء الله أفضل وأكبر في إذن الله تم حاليا مع أخبار دخول بعض نجحين للسوشال ميديا أو اليوتيوب فورادي يوتيوب القديمة مثل دحومي و مسترفيفا إلى الجروبات فالكوز وباور جاءك أكيد ضغط كده ملزلز تدخل قريب به لك خطة كده تدخل كلان سوي كلان ولا ما جاءك ضغط ضغط قصلك من الجمهور الجمهور إلا يابون بس ترى في نسبة كبيرة من الجمهور يشوف أني أنا سولو أفضل أنا أشوف زي كده صح كلنا أشوف زي كده الإنسان مرات يكون مختار طريقة من الأساس سولو بس شوف مثلا دحوم بذل ما نكتبت طريق دحومي دحومي أساسا يعني ما كان عمره مع الفرق هذه كان سولو وكان أفضل لسولو الآن غير لكن تبين مع السنين يعني لازم ياخذ وقت معهم عشان يبين له الرؤية هل هو كان أفضل يكمل سولو أو أن بس يعني شوف أنا اليوتيوبر الكبار اللي كان لهم أساس في اليوتيوب وبنولهم صرح في اليوتيوب يعني إذا دخلوا معناتها أنا بالنسبة لي هذه وجهة نظري أشوف أنه كسولو خلاص ما عاد يقدر يكمل آه حسنا خمطني خلاص سولو أنا ما أقدر أكمل سولو أنا لازم أروح أشوف الاستبب اللي بعد أدخل مع كلان فهو ما يشوف نفسه في هذا المكان العادي إذا كان يوتيوبر جوكر ذكي جدا يقدر يمسكها مننس يقدر يخليها ماشي مع جمهوره القديم ونمضه القديم بنفس الوقت كلان يعني هذه صعبة تلقاها ممكن بواحد اثنين يسوون استثناني لكن بالغالب سيسيطر عليك ويستحوذ عليك الكلان وفكرة الكلان تأخذ جزء كبير من تكوين شخصيتك مع القروب هذا فإذا طلعت من القروب هذا احتمال كبير جدا ينسحب منك نجومية كبيرة جدا كنت تتمتع لها وانت سولو ومنكبت الحال بس هذا اليوتيوب أنا أتكلم عن اليوتيوبر المستمر ليس اليوتيوبر الذي يقطع هذا خلاص يمكن الكرت الوحيد الذي يستخدم مثل بعض الأنمي يوجد كرت يستخدم هذا يرجع لك مثل البوابات الثمانية حقاها قائبا فهو يمكن يستخدم البوابة الثامنة فهو يرجع على عكس الشخص الذي مثلا لا مستمر أنا بالنسبة لي مستمر لم يقطعت وانا جاني عرض جاني عرض ليس عرض من شخص داخل كلان يقتر علي أن يدخل كلان بدون ذكر طبعا ما راح أذكر بس يعني أنا قلت لك كلمة واحدة قلت لك إذا صارت مشاهدات الصفر محتوى صار الصفر ممكن لك هنا أفكر أن يدخل كلان الآن أنا سؤال ومكمل سؤال خلاص لكن إذا أنا لسه عندي استقطاب لسه الجمهور يعني أنا الآن وصلت الصلاح هذا ومشيت فيه وش خليتنا اليوتيوبر الصغار اللي مخذيني قدوة لهم في مجال الجيمينج فهمت الله قالوا عبد الله يوم كبر طلعت الرقام وخلصت طاح كلانا واضح أن مجال الجيمينج ذات تعبان مرة لا والله مجال الجيمينج كويس وممتاز وفيه خير للي عارف يشتغل صح وللي عندها يعني حماسة أكثر في المجال هذا وكيد قبل كل شيء يعني توفيق من الله وتكوين شخصيتك والكارزم حقيتك لها دخل طرح في الموضوع طبعا طبعا ما شاء الله تبارك الله هذه شغلة عندك يعني الكارزمة في التختيم بالذات يعني ما شاء الله تبارك الله صنعت لك كاركتر وشخصية الناس صارت تستمتع أنا شخصيا يعني وأنت تعيد تختيم الدرق مع أخوك امبسطت امبسطت يعني وقد تابع واكتشفت أسرار في اللعبة أنا ما كنت تعرفها إلا يوم شفتك أنت قاعد تلعب مع أخوك والضحك اللي يجي في اللعب يعني يخليك تستمتع دبل يعني زود أني أنا قاعد أستفيد أني أتعلم من اللعبة وأتعلم أصرار اللعبة وأشوف اللعبة معاك أنا قاعد أخذ برضا ضحك ومحتوى كوميدي أنت سرعت سواء كنت تسهوله أو حتى مع أخوك فيصل رفيل درق كنت مع فيصل فكان جميل جدا بس مدام ركزة هذا النضوع يعني وشي اللي خليك فاجأة تحب أمو فاجأة ممكن كذا شي معاك من البداية بس نسمع عننا يعني شي اللي خليك تغوص في الأشياء التقنية وشروحات حق الشغل هي أساس هي من الأساس كانت هي الأساس في ناس يفكرون أن أنا جديدة على الشيء أنا أساس قناتي كنت أشوى شروحات عن تركيب أنظمة وكنت بعد أفكك قطع وأشياء من المنتديات من المول أفكك وهذا عندي رغبة كبيرة جدا في موضوع التجميعات البي سي والأشياء هذه موجودة حتى الجوالات شفت الجوالات قبل بزيادة أني أصور الجوال أني أصور مراجعة بس موجود عندي الشيء ذا فأنا اللي سعيت مش الشركات اللي جئت وهنا في فرق يعني في ناس نعرف مشاهير مؤثرين الشركات اللي تجيهم والله يودنا نشتغل معك عشان عندي قاعدة جماهيرية وكذا لا أنا ما جعل أنا اللي رحت للشركات رحت غربت بابه أتذكر متخير وقت موصل تم بس أنك رحت وعرفت أنا 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 اللي حطيت لهم العرب وقلت أنا ودي أشتغل صراحة قالوا نحن نبي نتواصل معك حرفين قالوا نحن نبي نتواصل معك بس ما كنا عارفين كيف نتواصل معك ويس أنك جيت هنا وعند شغف وودك خلاص أتذكر وقتها 20-80 تي توقع نسخة الفاوندرز كان 110-70 كرت دوار تي ألف سنواصل فكان ضارب قفزة قوية بس أتذكر وقتها ركبت جربت علي ألعاب والله أني ما أنسا وقتها كنت مطفر حال والله عاد نسخة كانت نسخة نسخة حصرية لفاوندرز هذه نسخة ما تلقاها للبيع أصلا انفيديا ما كانت تبيحة ما كانت فاتحة خط ضيع لها أتوقع بعدين فتحت خط ضيع فأجاني حتى واحد شخص شاف عرض الكرت سبحان الله وطلع يتابعني من المتابعين قال والله إن الكرت هذا كرت ملزلس قال الله إن أنت ملزلس قلت اسمع اسطرة ورح خلاص خذ الكرت وعطي بيس يلا فبعت الكرت بس سبحان الله دعت الكرت جلس فترة حتى وقتها ما تواصل معي نهائيا والأي شركة تواصل معي إلا اسوس فقط يلوح اللي تواصل معي سبحان الله دارت الأيام ومشت وراحت ورجعوا لي ثاني مرة وكلموا لي فيديا وواصل معي ومنها الشركات الشركات التي هي جيجابايت اسوس حتى امس اي اذكر حتى امس اي قالوا نرسلك اعرفوا الموضوع اللي قاعدت بي لا ادري كأنه معروبوا النيابي انا فارسلوا لي شاشة منها 15 نسخة بالعالم بس ما ان شاء الله تظهر اي اي خاص فأنا يوم شفت سكرت عليها قلت هذه لا تطلع ولا تشوف هوا هذه تنازقها هرين تبقى عندي خليت اصب تخليها زي الشاشة هلاؤ هل تقدر تشغل اي بلاي ستيجن على الشاشة لا هذه زي هل تشغل ابيض وصو ولا هي في حوال شي كاميرا قديمة طيب زين لو سألك عن افضل العاب عندك توب 5 هل تقدر تصنع هذا غريب صعب لا ليس صعب لانا عادي مستقبلا ينتغير رأي بس لا حاليا دعني أعطيك حاليا على الأقل أتكلم عن ستوري كقصة شوف أنا تعرفني تختيم جوي تختيم متعة يعني إذا جاءتني تختيم أستمتع فيها أبي قصة فيها حبكة قوية جدا أبي يعيش الأجواء ففي سبحان الله فيه تنوع عندي في هذا الشي طبعا أنا أكيد إذا أدخل في توب 5 أكيد رزينت إيفل هذه موجودة لا يوجد سلسلة معي بس أتكلم سلسلة كاملة كلها تدخل ضمن توب لأنها أحببتني في عالم الألعاب أضع لك بعد ردد في الجزة الثانية لا يحتاج هذه صدمة لم أشتب صدمة أنا لم ألعبت حتى تنوع لم ألعبت لا في الوش لست أنا الذي أقول لك لعبها رقت رقت لا تطوف عندي بعد The Walking Dead The Walking Dead جزة الأول أضعت أنت يعني هل ترابط مع الزومبي كذا لا 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 أدخل والله تدري أن أفضل على المسلسل أفضل على المسلسل أنا تابعت مسلسل بسبق بالأسف بالأسف أفضل على المسلسل لأننا محبينا مسلسل لكن لقيت طبعا أنا أتكلم فقط عن الجزة الأول لا أدخذ الثانية والثالث من لاحظة الأفضل الجزة الأول تحديدا من The Walking Dead كان أسطوري اللعبة اللعبة من Telltale صراحة تنزل أو شيء تخديم فيها كان مرة مرة جدا قوي قوي جدا فأنا شوف أن الجزة الأول الاتباطي فيها في قصة مع أنني ترى لعبتها قريب ونازل في 2012 لعبتها وقت كورونا لعبتها وكان بث مباشر ومبسط فيها مرة طبعا عندي السلاسل كثيرة طبعا أنا أعتبرها توب بس أنا حين ذكرتك هذا العام إذا تبعها بس طبثري خليها طبثري ما لازم يكمل والله ما ودي لأنه فيه إنشارتد إنشارتد أحبها يا أخي كأكشن وكمغامرات ألد الرينج ألد الرينج أنا والله معني فيني تشفر من السولز بزيادة بس والله أعتبرها أسطورية والله أعتبرها أعتبرها أنت ما شاء الله خدتم كل ألعب السولز تقريبا معدد الثاني والثالث ما كملت كلهم حاليا أول لعبة التي كانت سكر على فكرة وبدأت لا أستخدم أول لعبة رسديفل الرينج لأنها كانت آخر لعبة لعبتها على الرينج رسديفل 4 فالرينج الآن لعبتها لكن لماذا تنطر رسديفل يعني أنت بدأت من الأول تختيم على أولاين وقامت تختيم لها من رسديفل 1 كيوتيوب قصلك أي في اليوتيوب نعم في اليوتيوب تختيم كان ساعتين سبيدران سبيدران يعني مو سبيدران سبيدران لكن سبيدران ماش حالك حقي أنا هو الناس يختمونها باقل بس أنا كنت وقتها بنزل فيديو سريع بختم اللعبة وكنت وقتها أسولف بالمايك بس آه ما بتطلع الخش 2012 بس ترى الفيديو ذاك كان قوي جدا من درجة وصل تعال لتوصل وقتها مشاهدات قوية ترى ذاك وقت مئة ألف ترى أي أكيد 2012 مئة ألف رقم زي المليون زي المليون بادر صالح كان يجيب نفس الأرقم لي أول صحيح صحيح فكنت يعني ذكرنا حتى في نص يوم كذا يتختم بس يوم كذا يتختم طيب من بين كل الجزاء رزيف لك تختم أمتع وحدة بالنسبة لك كانت أمتع وحدة أي ونت تبث الرابع الرابع أنا أمتع وحدة الرابع بس شوف الرميك أو الأصلي الرابع والله الرميك صراحة يعني نقلة نوعية من ناحية تطوير اللعبة بدعوا بدعوا بزيادة يعني سبحان الله بعض الألعاب شوف هذه كيف تصير معك بعض الألعاب وبعض الأنيميات متى تحس بروعتها لما تلعبها مرة ثانية وتشوفها مرة ثانية صحيح تحس بروعتها بزيادة من فترة قمت أشوف هندر يتابع راكان يا رجل جنون عشت الجو برداني جنون أنا ركز بتفاصيل يمكن غابت عني عادة ركز بس ألق على هتو فور بديت حاليا ألعب من جديد متى تفاصيل كيف الفيزيائية في اللعبة الجرافيك أداء الشخصيات بالصوتيات أو بالأنيميشن شي جنوني كابكم صراحة أهميهم أهميهم يعني ما أفسدوا تجربة الكلاسيك هذه نقطة مهمة ما أفسدوها ترى وأضافوا لها وركز أضافوا لها أنا الكلاسيك ترى بالنسبة لي ما زال قوي الكلاسيك ما زال قوي لأن الكلاسيك يربطك فيه عاطفيا أنت ترتبط فيه عاطفيا طبعا أنا عاطفيا لدرجتين درجة يوم العبت الزمان درجة مع الموت الموت يعني وظن الموت كانت الانطلاق الفعلية للقناة هي اللي وصلتني 100 ألف تذكر إذا فيه لعبة وصلتني 100 ألف وقتها 100 ألف مشترك مو مشاهدة مشترك إذا فيه لعبة وصلتني فهي الموت بس حمد لله أنا دقيت بريك ما بقيت على الموتات وغيرت بديت تطلع بل حين ما شاء الله في الستريم يعني في جيمينج في تكنولوجي حاول أن نوع سوالف بعضهم بث سوالف ما ودي والله أبقى على شيء واحد وهذا شيء جميل أنا أشوفه عشان ما يجيني احتراق وضيفي ولا تملل ولا تملل بنوع صح صح سأسر ما ليش عجبت لي هذه يعني أنك ما تمل من البثوث فتك تنوع في البثوث يا رجل أبث عادي أسولف يمكن ألاقي سوالف أمتع من أني أشف المحتوى لهم وللعب حبون ترى السوالف تعالف تحب وصولف ما لقد دخل تلقاني سويت سيناريو سويت سيناريو كامل رسمته وحطيت لهم في البث وبعضهم يقول واحد ضحكني يقول جلست تابع قصتك حق المدرسة قلت قصة قال القصة قلت يقول لك تدخل داخل المدرسة تصير طالب محمد وقلت هذه مي كصة هذه أنا مألفها قال لا أنا مألفها قلت يقول أنا مألفها تأليم واضح أني مألفها ولولا لا 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 شيئة مقطوعة بالتيك توك وهنا الإبداع يعني أنت آخر فيديو سويته حق تركيب المقابلات التلفزيونية وأنك شرحت كيف تسويه وحطيت روحك مكان رايم يعني صراحة إبداع عشرة على عشرة بالفيديو بالفكرة يعني أنا يوم شفت لقائك بالفيديو حق لقائك بالعربية MBC ضحكت ضحكت يوم أنك تتغني صراحة أهني يعني صراحة فكرة إبداعية يعني ما أدري كيف أنت طلعت في ذا الفكرة وأنك قاد تسويها بالسهل الممتنع أي لا فكرة بسيطة اللي عن طريق الأو بي أس نفسها برافو يعني وصورت المشهد قدامنا لايف يعني سويت العددات سويت نضاء سويت كل شيء فهذا شيء جديد لو اشتزأ لا أحد يصدق أنه فعلا أنك أنت مركبة وكيف ما حقم يسيبك عشان أغنيت ووضح لك مركبة بس الثانية قاد جعوب جد على سلفة التك توك وتراها لها أثر تدري هذه الشرحات أتذكر أظن في الكويت أظن هي في الكويت ومروا من جنبي صغار ومروا من جنبي وشطبوني وهذا حق خمس الحواس يعني تخيل أنا جاي باسم لزلز المعرض البوستر برا حطينا ملزلز موجود عندنا وهذا ما يعرفني يعرفني أنا من خمس الحواس من كثر من المشهد هذا انتشار انتشارها قوة حتى اللي سويت الأخير اللي استبدلت فيها الضيف مع المالكي ونقل اقتعكت على اتصال هاذي مصيبة هاذي يا رجل سويت أظن في 2016 سويت ندزلتها وما نبشو عليها إلا تو تو واحد راح تلاعها سوى منها ميم تضرب في التكتوك أخوي جيني يقول يا ولد صورتك يحطونا على كل شي هذه ميم والرياكشن اللي عرفتها الصورة اللي أنا منصد ميناء يوم يقول ايش الكلمات اكتر اتصال اكتر اتصال ايه هاذي خذوا منها صورة ومشت فأنا أقول لك هاذي ترى الفكرة فيها هو شي انك تقدر تبدع مقاطع قصيرة سكتشات بسيطة تلاقي انتشار اكثر تخلي لك وصول اكثر البعض ترى يشوك ممكن نقاط قوة عندك من ناحية الادت في هذا المجال هذي 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 ايه ايه فما سهل انا اضع صورتي فيس كام وحط اللعبة وراي وخلص ولعب وسولف لكن هذي تحس انها فيها صعوبة فيها فكرة فيها ابداع فيها فيها فكرة وابداع وتخلي لجت المتلقي المتلقي يقول صحيح ولا كذا هذي كيف كيف سواها ايه فا وش سويت بعد نتالي قم توظفها داخل الانعاب يعني يعني اذا سويت تختيم بنص التختيم اكون مسوي سكتش انا داخل اللعبة انا انا طلعت هذي انا علمك هذي انا سويتها انا اتعملت اصويت هذا الميم حقك الشهير جدا الله يصعد شيخ والله ما ادري انت ما ادري انت شفت شيء قوي جدا شفت في المانجا ولا لا بس دخلت الفيديو حقك فسط اللعبة الرعب ايه واصطلعت الرعب وكنت معرف انه يشتغل في مكان معين بس ما ادري وين وانصدمت انه حطينك في وقت شاشة تشتغل كده باجعة وما كنت بدري وين يطلع ماد بالعامر لكن طلعت وخرجت صحيح الله اصلح خرشة فسط اللعبة لا لا انت ما يحتاج وجه يعني البزر شابك وقال هذا هذا انا نفس الشي يعني صرت في معرض معرض الكتاب واخر شيء استيكر يمشي ايه والله العليل عظيم هذا هذا استيكر هذا الرياكشن ويندخلوا لي في البث اه انت الرياكشن طلعت حقيقي يعني وينش بطلع هذا سبع الله وانت الوحيد اللعبة يعني الرياكشن ضرب ضرب مع النعام يظل الرياكشن فيله بس انت انتشرت بشكل غريب جدا فعلا فعلا بس ودي عارف المشاهد والله بعض المشاهد حتى أنا أنساها يعني في مشهد اليوم اني انا سوي كذا وكذا هذا كان مع احمد اليماني احمد اليماني كان في الشاشة وكان قاعد يقول كلام كلامي يعني وكان معترض عليه في الصابق وزي كما تقول كان سرق كلامي نفسه وقاعد يقوله واضح انه واحد مسروق مغلوب على امرأة وانا قاعد اقول لي شباب هذا كلامي كلامي بس تعبير وجه كانت وقتها معبرة جدا جدا الميمز انتشر بشكل هذا واحد الباقي بعضهم لا 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 لي تبقق عيون هذا لا لا اذكر بعض الحيان الجمهور يذكرون المشهد هذا في المكان الفلاني هذا اهم مجل الخبر عرفون ما شاء الله على اطاري وانت تتابع هانتر مؤخرا غير هانتر ايش تبعت برضو هانتر ترى شوف الأنميات مكدرة بليتش هانتر بليتش هانتر ناروتو ناروتو من نسبة لك واش كان اكثر شي متعة استمتعت استمتعت وتتتابع هانتر هانتر ويمكن مؤخرا ترى بليتش يا أخي بليتش للأسف في ناس يعني يشوفون انه مبتذل قتالات ومدري شيخ والله فيه متعة فيه متعة انا ما دري يمكن عشان شفت على طول مرة واحدة وهم شفو على فترات متباعدة صحيح زي سالفة هانتر بعد اللي شفو على فترات متباعدة وقوط لا أنا لما أشوف سمتة واحدة خطة هانتر إلا درجة ما قاعد تعيدة حاليا لقطات منا مع راكان أقول لك إذا أدخل أتابع مع راكان راكان طبعا مندمج وأنا مندمج معه أبي راكان يسكت ما بيه يتكلم عشان أشوف المشاهد أبي واحد يتابع عشان بشوف معه ففعلا فعلا هانتر أنا أشوف ونا ردته والله أنا ردته فيه لقطات يعني أنا ردته عشت معه أفضل وقات البثوت في تويت أنا ردته أنا كان طويل صحيح طويل جدا فكنت مجد ولعليه جدولة يعني درجة أن بوقت حتى قناتي يمكن ارتفعت من ناحية الفالور في ذاك الوقت بسبب أني كنت تابع نارات حرفيا ترى هانتر واللي قابل كانت مشاهدات عادية جدا لكن المشاهدات القوية حتى أذكر سكيت أفريج سبع الاف على أن أردته ونردته وحين صراحة يعني اكتشفت عالم قوي ومغني ما لك نية وين بيس وين بيس موجود وحاضر وين بيس بتابع وحين ووقفها أفضل وقت مناسب أني تابع وين بيس أو مع ريميك من رواهنا لا 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 ريميك مطول يا ماجي المشكلة أنك حتى لو تابعت الريميك السيزن الأول بتشوف 12 حلقة أو 14 حلقة وبيقطع وتضطر ترجع للقديم فما ستتقبل رسم القديم بضل فلو تتابع من القديم أفضل أصلاً متى بيبدأ السنة الجاية بيبدأ الريميك ينزد السنة الجاية رائب عادي أشوف الريميك الضرميك أنتم بتسوونا بعد أحنا بسوي أكيد كل السنة الجاية يسوونا لازم في ردة فعل على موضوع الريميك أنا أقول لك إذا أنت جبت أنت شفت العمالكة أو لا العمالكة صحيح العمالكة خلصت أقوى أقوى حضور كان لنا تقريباً إذا كانت الغلطان 12 أو 11 كانت في العمالكة ماشا الله بس على وقتها الحلقة الأخيرة لا في حلقة كانت ليفاي مع العملاق غير إذا لم أكن أذكر الحلقة 11 12 أو أول مرة أنا أنا لا أتوقع أن رأيت الجابة العربي بالانيمي أتوقع عن أنتم شكراً مرة مرة تستاهلون حالي جداً جداً كم أجيب أنا أجاب وينبيس أجيب أكثر لأن ركان جاب تقريباً 15 ألف في حرب موش تبارك قادمونا وينبيس صدقني صدقني يعني أنا هاية جمهور هذا أنا أقنعته هو أنا لسا نتكتك على الموضوع عشان جدول نازم جدول طيب أول ردت فعل الناس يوم طلعت في سكام ما شكالات هذه سالفت أنهم بالتعليقات وجهك ما هو راكب للصوت هذه مصيفة هذه تلحق كل واحد يطلع أخي شي لازم إذا ما أحد قالها لك هناك شيء غلط نحن كانوا بتطوري شكل ضغط وما شاهدوا الوجه صدمه بشكل ثاني نعم لا بس يعني مبدئيا أنا طلعت وجهه كذا على طول تقبلوا الموضوع على طول خلاص خلاص لا لا خشتك تمشي مع الصوت غرازي ماجي ماجي كمّل كمّل بس يعني أنا أعتبر المشاهدات قفست الضعف حمعا أغلب اللي طلعوا بالفيس كامل خشيت دائما لا وهذا يدل على أن نرجع ثاني مرة نقول ترى اللي ما يطلع وجهه هم استثناء لعلي ممكن باريتيوب أحد الاستثنات هذي اللي عادي جداً من ما يطلع وجهه ويكون مبدئ في محتوى بدون لا يطلع هذه النوادر أي وأنا أقول لك هذولي نادرين جداً مو كل أحد ينجح معه الخلطة السرية هذه اسميه خلطة السرية صعبة تنجح معه أنيميشن يسويه كاراكتر أنيميشن هذا صح وزي كذا يعني على طار الخلطة السرية خلطتك السرية حقا الشاهي يعني أنت طحت عليها بالصدفة أو بالموقع تجربة أنك قعد تجرب أكثر من مرة يعني إلى الآن مضكتها أنا كنت متحمس اللي بضوق في الجامعة الشتوية لازم أسوي لك بالجنسة لا لا أنا ما بسوي هذا أريد ضق من يدك لأن لازم عشان بعدين لو جيت أنا سويها أقول لا 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 خربت الوزنية عشان تحطها أريد حط الستاندرم أريد ضق من يدك طالير جرب أنا والله هي تجارب أنا قاعد تجرب أجرب طبعاً أخوي معي أخوي يعني فيصل ولا لي أكبر لا 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 لي أكبر الخلف الكواليس يجرب معي موضوع على الخلطة يعني كنا نجرب لأننا جالسين نشوف الشاي الشاي طبعاً تعرف البخار مو اختراع البخار موجود يعني شيء صحيح من أول موجود من أول بس حلنا قلنا لا أبي زون فيه فكرة جديدة الشاي البخار يجلس ترى أنا بحين جالس أخليه ترى يجلس ساعتين على فكرة الحين حالياً ما أشرب إلا بعد ساعتين بعد ساعتين لو أشرب من أول ساعة ترى الطعام مختلف عن الساعتين سبحان إيه لا خلاص وصلت المرحلة يعني السكر وزنية السكر ورق الشاهي الماء طبعاً ما يختلف مع السكر مع هذا يعني هي وزنية أنا مسوي وزنية عندي وزنية اللتر عندي وزنية 800 عندي وزنية الخمسمية فعندي وزنيات أنا فأنا أوزن بناء عليها لكن زي ما قلتك الفكرة كلها على ورق الشاهي وعلى الوقت وسبحان الله في ناس ترى جربوها ترى ما استصغوا قالوا مر لا أنا أحب القار هذا طعم القار سكر موجود ما أجب السكر موجود بس السكر مقلل مقلل حنا ما نبي السكر يكون طاغي معروف في ناس يحط لك دبس يصير معدوه صحيح تشرب يا ولد سكر مضروف شيرة قاعد تشرب شيرة ما أجب أن أنا أركز على السكر أكثر أنا أريد أن أستمتع بالشاي أكثر من السكر مرسل بس إن السكر يكون لو تدري لقى أصداء لقى أصداء عند حقنا الشاي حربيا يعني تجار الشاي بعضهم حتى تواصل معي وبعضهم قالوا أريد أن أفتح براند باسمك إذا تسمح يعني طبعاً شاي بلز لز ما فكرة مشروع هو فكرة مشروع بس المفروض اللي يدير المشروع اللي يوقف على المشروع هو أنا يعني أنا أقدر أسوي يعني اللي يسمونها شمونا امتياز أعطي شخص آآ فرانشايز فرانشايز أسويها أعطيهم زين واستلمونها وكذا ويكون في أرباح بس برضو يعني لا تنسى الفكرة اللي هي أنا وكان ودي أسوي مشروع لي ومشروع أن يكون عندي محل كبير جداً يختص فيه الشاي والقهوى والأشاذي ويكون فيه ركن تقى تشرب شاي تجلس وتذوق نفس التجربة الأصلية اللي عندي تمام ومثلاً عادي يقدر أسويها براءة اختراع ما عندي مشكلة أو حقوق خاصة للشاي طريقة الشاي ومزجة بس الغالبية يعني اللي بيجرب الشاي بيشوف طعم عادي وبعضهم لا عظم الله فعلاً حب الطريقة وقال أنا خلاص اعتمدتها أنا قلت لك أنا أبذوق من عندك أول بعدين أزبط أنا بطريقة عشان نشوف أوكي حين ضبطت أم لا طيب زين على طال المشاريع بعدما قلت هل عندك مشاريع أخرى غير القناة أم لا تفتفي بس بالقناة حالية والله وإذا كانت سريع عادي نحن نتقبل يعني نقول سريع يعني لو كانت مشكلة يخبيها بالعكس أقول عنها عشان الناس يأتي عندي يا مادم زين بالناس الله يرزقك الله يرزق من يسمع لكن شوف أنا يمكن احتمال كبير يعني أقول أن شغلي حتى هو يعتبر بزنس أي طبعا طبعا لأن أنا قبل جاني شخص وقال طبعا شخص صاحب محل وكان بيعلن عندي قال لي كلمة من سهل يوم كان قال أنا ترى لما أجي أطلب إعلان عندك أنا جايس أشتري بضاعة من عندك أنت كأنك تبيعني الإعلان الإعلان هذا أنا شريته منك شريته الإعلان هذا وصحيح أنه ما هو شيء ملموس وكذا بس هذه بضاعتك أنت اللي جايس تسوق لها صحيح فقال كلما كنت شاطر في الإعلانات كلما بضاعتك صارت أفضل وصرت تبيع في كل مكان لكن لكن كأرض الواقع ومشروع وكذا ودي والله أني أنا ودي ودي أتفرغ بشكل كامل أو أسلم مثلا أنا أبني لي مشروع خاص فيني وأسلم الشخص بس قلت لك لسأنا يعني حس أنه لسأ يبهي لي وقت أعس أن التجارة يعني ممكن تسبب لي عثارة كبيرة جدا حسن لو شلت وأنا في المرحلة أنا أصبح مجرّب لا يحتاج أي شخص نحن أزوت العثرة وبدأنا بدري صراحة وتنحسب عليك وتنحسب عليك خصوصا إذا رجعت لنقطة الصفر هنا تكون كارثة كبرى نحن إلى الآن قاعدنا نحاول نرجع لنقطة الصفر تخيل ولكن إن شاء الله قريب نوصل هاو للطلق أصام الله الفكرة الموضلة تأخذ خبرة يعني خبرة في التجارة خبرة في البيزنس خبرة في السقوط والصعود في الأمرة الأخرى يعني نفس فكرة كارت الشاشة الخمس فيه نصر هذه فكرة خبرة خبرة طيب ما صالفت الحرامي اللي تحطيت مع قهرب وكاميرو يا أخي والله الحرامي هذا لا يومك هذا في كل مكان لازم يتجرب طريق صلاح خلاص ميمز صارت رين صارت رين صارت رين صارت رين صارت رين للسرقات في 2023 كل يوتيوب والرياض يقول لك جاءتني سرقة جاءتني سرقة فهي الفكرة أن يعني أنا صراح في ذاك الوقت انقهرت طرى ما كنت مصور بش انقهرت ليش اللي سرق بالضب انقهرت في ذاك الوقت سرق مكيفات طرى كان يسرق المستودع كامل المستودع فيه غراضي كل أشياء بس هو ما يعرف قيمة الغراضي فهو أصلا لو دخل بلاقي كاراتين لا أضع أشياء ليأخذوا أشياء لا كاراتين أغلبها وراغ وأشياء ما راح يعرف قيمتها كارتون كارتون مثلا تجميع للعبة هورايزن شابهي فيه بشوف تمثال حق هورايزن شابهي فيه بيقطة ما يعرف قيمته لو براغ بيقطة بيقطة بيشوف أشياء أنا مجمحها من أغلبة الأشياء تأتيني من الشركات عشان إما أني أستعرضها بعدين أو كده فهو سبحان الله كانت نية أصلا يسرق المستودع كانت نية أن يدخل المستودع بس ما قدر لعل ذاك اليوم محطيت اللي هو الفوم القوي إذا سكرتم كيف عيه يوصل له هلا ما يوصل للمستودع لو وصل للمستودع فترى يتوصل المستودع هذا المين وصلني إذا كان يقرأ عربي يتوصل هذا المستودع لمين حربيا فضائح كلها يمتع على طول يلقع على كارتون أصلا مكتوب تقوم ولزلز على طول ولا بعضهم حتى شركات رسولي كلام وكتابة تحت على طول يدري أن هذا الشخص مشهور فسبحان الله أنت أنت متوقع أن يشوف الفيديو ولا بس وصور الفيديو كذا أنا أنا كاتل لدي فكرة أني أول شيء أني أنا لازم نزل الفيديو كتوعية أنا أبيه كتوعية قبل كل شيء كتوعية أبي الناس تنتبه وما أحد يهمل وما أحد يهمل والكاميرات مهمة وغير كذا المال السائب يعلم السرقة فإذا تركت مكان وهجرته بيجون الناس يصربونه حتى لو كان يعني مسكة بيجوا الناس يقولوا هذا ما يجي أحد فأنا صرت حريص جدا كاميرات أجي المكان بين فترة وفترة أكون حريص أن ما في أحد عينة تطيع عليه بعدين ولا عد صارت سالة بعدين جوا عد ناس شوفوه عرضوا المكان بس خلاص يعني أنا ضبطت الدنيا يعني غلاص وشلت العقارب والورا ترى في نصر حسبوه أن يمزح العقارب أنا طبعا أكيد في أشياء أنا يعني موجودة من دولة أجيب هنا أنا ما جيبت هنا هي محلة هنا موجودة أنت عارف أن هنا فتبخر عني فأنا مرة ذكرني فتحت السناب قلت صور العقارب مرت من قدامي قلت هذه العقارب تشوفونا نوس قالوا والله نحس بك تمزح قلت ماضي مزع الأقرب الوراة الموجود كلهم موجودين حيوانات من الطبيعة موجودين في المكان هذا ولا أجيبها هي موجودة أصلا هي موجودة موجودة مع الطبيعة وعائشة مع الطبيعة فسبحان الله يعني الوراة يردها الراح ما دون موجود تدورت بكل يوم مدورة قلت أن يكون دخل في جحر مات أو شيء تدخلها صراح الله يسترعدي طيب حين من نسبة لك الألعاب مستوى الألعاب بشكل عام والأجهزة نبي رأيك يعني في تصاعد سريع وعلا ركود 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 يا أخي تطوير الألعاب صراحين صعب زيادة مكلف سهل جداً إن في شركة تطلق لعبة عليها هائد قوي وإعلانات فجأة ثاني يوم تفاشل اللعبة فشنت جداً الناس صوت متقلبة ممكن تتبع على الأرافي لعبة معينة ثاني يوم اللعبة تفشل وممكن اللعبة تكون جيدة يعني اذكر أنا سايبر بانك في البداية طيح وحظها بسبب اللعبة صطورية بس طيح وحظها بالقلتشات فخلاص انهتها فارجعوا حسنوها ضبطوها الآن تلعبها حتى لو على المودات بتكون شيء بداعي فالجيل الجيل بلاستيشن 5 الجيل الاكس بوكس سيريوس اكس ترى ما كان في اطلاقات قوية قوية بمعنى انها يعني العاب فعلا تسميها العاب جيل اغلبها العاب كانت اما العاب مكملة اجزاء جديدة اجزاء جزء ثاني او جزء نازل على جيلين او يعني مثلا جزء معلقين عليه امال بس ما ياخذ الصدر القوي اغلب النجاحات رحت من نصيب الطرف الثالث مثل الاندرينج رحت الطرف الثالث النجاحات ففي ركود انا شوف ركود صراحتا راكد الوضع محتاجين لعبة قوية تحرك الساحة من جديد بدأنا نشوف بعض الالعاب بعض الافكار الغريبة الالعاب البسيطة بدأت تنجح العاب المطورين المستقلين بدأت تطلع ايه هذه هذه بديت رحضها مأخرة ايه بدأت تطلع العاب المستقلين المطورين فالموضوع معاده متعلق فقط في العاب الشركات الكبرى واطلاقاتها اللعاب طبعا فيه استثناء مثل جراند ستة هذه طبعا خاصين منها هذه هي مسوقة لنفسها بنفسها هذه اصلا هي اللي تحرك المياه الراكدة كل الالعاب تنتعش الامال كلها حاليا على 2025 سنة 2025 كمية الاطلاقات مع ان ترى 2024 ما كانت مليلة الاطلاقات فيها ترى يعني تمشي بس نتكلم 2025 ترى اغلب الالعاب واغلب العنوين الواعدة بتكون في هذه السنة وبعضهم ترى ممكن يلحقها تأجيل لان حين الشركات صار لنا تخوفوا صاروا يقولون 2025 بدون مورد انقرصوا انقرصوا لان انت لا تنسى الشركة مو معناة اعلانوا خلاص فيه مستثمرين عندك فيه مطورين فيه رواتب اعلانك ممكن يخصف فلسهم حق الشركة يمكن تحط موعد وترتبك وتنزله وهي ما هي جاهز اللعبة وتصير فيك زي ما صار في سايبر بانك وتصير مشاكل ذاني فصاروا يقولون بس 2025 قادم متى ما رح نعلمك يمكن اول سنة يمكن الربع الاخير يمكن تتأجيل حين قراند حتى يقولون ما حطوا متى موعدها حتى ما نزل التريلر الثاني يمكن ينزل الشهر لا لكن تخيل معايا ان قراند ممكن احتمال كبير انها تتأجل ترى الى اخر سنة ممكن الى اخر سنة او ممكن حتى السنة الجديدة عادي جدا 26 عادي مع ان توقع ان هنا هي السنة الربع الاخير توقع لو جلال 26 الناس بتجيهم جلطة ناس كلها مترقبة لا توقع نفس نظام ردد نزلت بالربع الاخير ردد يمكن يضعونا بالربع الاخير تسلك معاهم بس بعلمك هذا قراند خلاص لا تدور عليها يعني هي اللي انزلت تكتسح الساحة مرة لاننا منقطعين لهم فترة طويلة ايه فحرام والله يعني انا صراحة وغير سالفة النمحين في حسنة وحيدة صايرة في مجتمع الالعاب ان الالعاب بدت تنفك حصريتها ايه اول كانت بس على البلايستيشن بس على ايه خلاص حتى اللعبة اذا كانت حصريا طرف اول اول تجلس اول ما تطلع اصر من حصريا طرف انسى حالو كم تمت على الليكس بوكس تمت سنين ايه ايه ما طلعت هيلو عفو هيلو وعندك اللي العاب بي اس فور وفايف جلسة فترة ما طلعت صحيح من الالعاب سبايدر من الجزة الثانية فانت في العام عندك بدت تطلع اسرع معادي زي اول تلجي سنين فموضوع انا والله ودي انا لو في شي اتمنى انه ما في شي سمى حصريات ان تنزل على كل المنصة نعم هذا ليتمنى لانه بلاستيشن كذا ولا كذا ولا اكس بوكس مستفيدين يا اخي جهازهم رخيص سمح انهم الاحين زادوا شي بسيط بس اني ما زال يعتبر رخيص عندهم خدمات عندهم قابلية لان الشخص يقدر يشتري الجهاز ويلعب بدون تعقيدات البي سي البي سي يعني يبغى لشخص انا ما بيقول عن البي سي معقد بشكل كبير جدا ترى البي سي اللي عقده طريقة الاستخدام بعضهم يتواحد يقول الان اروح اشتري شاشة او اشتري كيبورد او اشتري ماوس واستمع اشنو انا جاني جهاز كامل وتعددت في الستيم لو لا الله انت فزاعد لعلن تشير شفت هذه الاشياء البسيطة خير هذا اشياء سوفت وير في هارد وير فهم التعقيدات ينحشون عنها يقول الله انا مالي ولا التعقيدات وقطة تحت الكبت هنا ولا تحت عند الطاولة واشبك والعب صحيح ما بيت تعب ذا انا اول ما بديت ألعب الريميك كان على بي اس فايف بي اس فايف وشبك تعلقاته بس صراحة يوم بديت ألعب بلد الرينج وانت الله يزاك خير يعني جيت لو لا الله ثم فزعتك ذك ليوم لا بد ما صور ولا لا ولا فزعة للعمر يعني كنت بك بس عشان ابحك احك كنت بشوفك وهذا الشغلة كنت يعني لاني كنت بر المجال فكنت أقول طيب يعني واحد يخذت اللعبة ليش تشوف بس يوم أنا دخلت المجال صدامت ان لا في متعة يعني أنا يوم كنت أخذت وكنت مستمتع والجمهور مستمتع معي ويوم دخلت وشوف تختيبتك استمتعت أيضا والجمهور كلهم موجودين معي في الشات ومستمتعين بس السؤال اللي طرح نفس حاليا هل عندك نية تطلع مجال التختيم ولا مستمر يعني ما دلنا الالعاب هل لك نية تستمر مجال تختيم الالعاب ولا لك لا لا أنا شوف ما أن المجال يعني لا لا أنا سويت أنا التختيم أول كنت شاد فيه بزيادة بس الان صرت تنقى صار عندي انتقاء يعني مثلا الالعاب اختارها أنا اللي في بعض الألعاب من وقت الإطلاقات هذه الزام يعني هذه مع اطلاقها حتى يعني ولو بس العاب قوية فيه العاب بتنزل حصريات لإكس بوكس انديانا على طول مع أول ما تنزل أخذها على طول ويمكن أنت تأخذ اطلاق أولي قبل حتى للناس ودي صراحة ففيه العاب لا أبي أجرفها مع اطلاقاتها لأنها قصتها يعني راح تكون أكثر قابلية للجمهور خصوصا لأنه عنوان جديد أو عنوان قديم بس أعدله فعشان كذا أكون متحمس أكثر لكن صرت انتقائي من ناحة التختيب لكني أكمل به يا ماجد أنت عندك مؤشر أنا الآن لو الأرقام عندي في القناة التختيب ميتة هل تتوقع أني أكمل في التختيب لا طبعا بضر القناة أكثر لو كملت فيه ترقاني غيرت المحتوى تمامه لا الحمد لله موجودة القابلية موجودة يعني حتى فيه العاب لسه لسه يقولي مختمة الحلقة الأولى مليون ولا لا الحمد أنت تتكلم عن التختيب المفروض المجال هذا لو تأتي عند أي صانع محتوى يقول لك مجال ميت هو صح مجال ميت للقنوات الناشئة بس أنا خلاص مسكت الخط أنا شخص خلاص أنا أدور لك تختيب فحرام أني أوقف تختيب بهذه المرحلة لكن أكون انتقائي أو أخفف التختيب وحاول أركز على العابة القصيرة العابة قصيرة سريعة من ناحية التختيب ومن ناحية أني أمنتجها ونزلها بسرعة أنت تتخذ نهج أنك تسوي أجزاء فبرضو برضو يساعد العابة المطورين المستقلين ترى هي الأن منتجرة بشكل جدير فهذا فعلا هناك نوعب أتوني منزلها ما صارونا شهرين تقريبا تتكلم عن العائلة التي لا تهتم فيها الأطفال الصغار تمامي ثلاث إن شاء الله عندنا مدتها أقل من ساعة ختمتها ختمتها أقل من ساعة فأنا اللي بقوله لك أنه فعلا فعلا الألعاب القصيرة حاليا وصولها أقوى وتسمع ممكن أكثر من الألعاب القوية اللي يمدفوع عليها من الشركات وضخمة لأن الناس تبع الشيء البسيط الآن هناك لعبة اسمها تلعبها من خلال المتصفح أولاين تفتح المتصفح البراوزر وتلعب لا تحتاج ستريم لا تحتاج تلعبها جنوب لعبة الجزء الأول الناس أحبوها الآن نزل الجزء الثاني لعبة متصفح نقلة نوعية يعني مثل بندلت تذكر لعب مرة طفل نت عنده ولعب لعبة الديناصور اللي تعرفها بكروم خلق فكرة من شيء بسيط جدا النت قاطع بالعب النت قاطع بالعب فالألعاب ضف لها ألعاب المطورين العرب أنا مصدوم كلية مطورين عرب ما شاء الله تبارك الله طبعا أنا كويس أني أنا بديت استقطبهم عندي حبيت فكرة أني أنا ليش مو ألعاب عربية ليش ما عندي ألعاب عربية ليش قليل الألعاب العربية عندي مو لضعف تطويرهم مو للأشياء لا أنا أبغى عشان فعلا في تعب في مجهود في إنتاج وفي أفكار أخر اللعبة لعبتها لعبة الخلافاطمة صراحة شي جنوني سمعتك تتكلم عنها هذه ضرورة تجربة ضرورة تجربة لها وقائع هي أشياء من وقائع صائرة عندنا في المجتمع فخلافاطمة قصة ألفها المطور لكنها تلامس أشياء صارت في عالمنا الخطف الخطف الأشياء أيوة الخطف الخطف فعلا مرة علي شريط ذكرت كذا طفل إنخط فالله يردهم لهذا إن شاء الله آمين ففعلا فعلا أشوف في إبداع عبدالله الدوسري إن شاء الله بتنزل أغمو أي سمعت عنها متحمس لها قال لي عنها كلهم تحمس لها مناصر نستنى اللحظة منك استناها يا مناصر أنا حضرت في ترو جيمينج الحفل حقهم العام أو حق السنة هذه وكان فيه ألعاب زومبي وفيه ألعاب سيارات عرضوها كلها مطورين عرب والله أنا صدمت من مستوى الجودة والإخراج والتحريك جاءوا حتى جيم بلاي من اللعبة وكان فيه عسكري ويأتي الرادو يتكلم مع شخص الثاني ومسدف فرس برس انشوتر فانصدامت أن المستوى أن أصل في ذا الفترة البسيطة فقعد أقول إن شاء الله لما نوصل عشرية ثلاثين كيف المستوى اللي راح نصلى يعني بيكون نصلى شيء أعلى بمراحل يا رب نحن نبي نوصل العالمية وغير كذا ترى ما في شيء يبدأ بضخامة كلهم يبدأ ترى صغار وأنا أشوف الألعاب الروسية والألعاب الأجنبية جاء ستنتشر من زمان وكلها بسيطة جدا مطوري مستقديم والحمد لله أن فكرة تطوير الألعاب أنا حتى فيه مطور لعبة خلافات ما هو مخرج ومنتج يعني مصور أفلام ما شاء الله حساسا ما لا دخل فهو حب أن يجرب نجرب خلافات مصراحة شفتها جدا جدا بكرة أبداعية وستلها مشياء تحية تحية لا إن شاء الله بدل لله نلعبها ونشوف لمستقبل أقو أقو طيب مدام رقيقت مخرج كذا ندخل على مجال الأفلام والأساسلات ما تحب يعني نحب أن نعرف ما هو جو غير الأنمي وعرفوا جو في الأنمي والجام بس في المسلسلات والأفلام ما تحب والله الأفلام ترى أنا تقدر تقول أعطيتها السيفون والله جد جد الأفلام والله ما أدري ما هو القصة يعني صح أني أتابع أفلام كثير بس وقفت فترة معها قمت تابع أفلام معها قمت تابع أفلام ما أدري ما جاني طفشت مليت لكن المسلسلات دخلت فيها دخل بمتتاب يعني أتذكر منقوة مسلسلات رأيتها بريكينج باد صراحة أهنيك صراحة شكرا أنا لم أتغل رقم واحد وندمت أني رأيتها على طول أخرتها أنك حراكتها كلها خلصتها خلصتها شي شي جنوني بريكينج باد وفي مسلسلات أتذكر مسلسل ديكستر كان شي قوي على أنت طرحين المسلسل الجديد الذي ينزل قيامة ديكستر ولكن الآن هم نزلوا من فترة مسلسل وخلص العودة شفتها ديكستر أعزاده الموسم الأخير شفتها برضو حتى زيادة نيو بلاد نيو بلاد جميل جدا صراحة بس يعني ذوقك برضو غريب ونازم فيه قتل ومدريجينه مخدرات لا إله إلا الله وحبت بشكل عام ترى تصنيف الخيال العلمي بالنسبة لي ترى فضل الخيال العلمي أوكي اتذكر حتى فيه مسلسل فرينج أتوقع فرينج كذا كان ينزل على أيام من بي سي وور أو من يا ولد تابعته كامل تابعته كامل كل حلقة ما أنا دخل في الحلقة اللي قبلها صحي فرينج عرفتها ذكرتها فيه عالمين عالمين غريب عجيب ذكر أتذكر وقتها كنت تابع حماس مع أنه يعني يعتبر عادي جدا الحين لو ينزل في الوقت الحالي يجب عادي جدا لكن وقتها لو كنت بتكون صانع محتوى مش حق جيمين إيش كيف بتتلني لو كنت صانع محتوى ماني حق جيمين بصير صانع محتوى بالغالب بالغالب يعني أنا عارف نفسي بتوجه ممكن شف هو برجع للأساس اللي هو الشروحات التكنولوجي الشروحات التركيب التقني يعني بصير تقني بصير تقني تقني بحث تقني حرفت بس بعدين بتدخل جيمين بعدين ما لقي نفسي جيمين يعني الجيمين زي ما يقول ما يقول ما ردك لي الجيمين أقول لأساس فعلا الجيمين متع يا أخي على طري الجيمين غريبة ما رشحت نفسك مع الاتحاد السعودي الرياضة الإكترونية قاماتي ولد يعني أتوقع بالعكس لك هم رشحوني ترى هم اللي في البداية ترى أول نسخة هم اللي يضافوني أول نسخة وقالوا لك قائمة تصويت وكل شيء أتذكر حتى خدت المركز الخامس أظن يعني وقت يعني أظن ما وصلت المليون لسه وصلت مليون وما شاء الله خد مركز خمسة في رسل حي ما شاء الله أكتب مليون لكن وقتها لما صار ترشيح ترشيح كويس بس ودي أنهم بعد يختارون يشوفون الساحة وش فيها يعني تتقص عن الساحة يخي بعضهم ما يريد يرشح نفسه بنفسه عرف صحيح يشوف أنه نوع المفروغ هذا يكون من اللجنة نفسه هم يختارون هم اللي يختارون يخي أدخل قائمة تريند يدخل من أكثر أشخاص يختارون في تريند تريند صراحة أنا أحب أذكر الحمد لله من سنة تقريبا 2021 ما فيديو أنزل أن يدخل تريند أيو الحمد يعني أنا موجود في التريند ما طلعت من قائمة التريند ولا الحمد يعني أجي التريند العاشرة أطلع 14 مصحي موجود في التريند فالمفروض يعني اللجنة القائمة أو دعنا نقول الاتحاد السعودي شوف من الموجود في الساحة من الأوجه اللي جالس باستمرار سنوات طوال وبالتريند موجودين ويشوفون جودة المحتوى لأن الترشيح للي بيرشح نفسه يعني عادي جدا ممكن يجون يوتيوبر كبار وخلاص تروح يعني أنت تدري أنها رايحة منك جماهرية الجاربة شيء ثاني طبعا الله يوفقهم أكيد كل الناس اللي يدخلوا لهم حقية ومية بالمية ما أخذوها إلا هم يستهلون لا شك في ذلك بدون أدنى شك لكن أتكلم أنه تأتي بعد مرات على حساب القنوات الصغيرة واللي ممكن يكون عندها أبداع وممكن يكون عندها رؤية وممكن يكون عندها في قناة يا أخي يا الله إن شاء الله أنا ما نسيت اسمه بس والله يا أخي اسمه في بالي اسمه قريب من والله نسيت بس إنه مبدع مبدع صراحة بحاول بحاول نتذكر في مجال في مجال يسوي حاليا مراجعات ويسوي سكيتشات يسوي سكيتشات داخل المراجعات تخيل يسوي مراجعات داخل المراجع فيه سكيتش وفيه إنتاج فيه تشعر تشعر فيه شيء يشغال الرجال وهو أنا متأكد أنه سولو أنا يعني مئة بالمئة هو سولو يشغال الحالة يشغال الحالة واضح عليه من الستة اللي عنده ومن هذا والله نسمه في بالي بسراع عن بالي بحاول أتذكر بحاول أسمه دويسان دويسان أوه ما شاء الله تحية 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 لدويسان يا جماعة ما شاء الله تبارك الله بالصدفة لقيتم سوئلي سبحان الله جالس سوئلي منشن شوف أنا أحب اللي يفكر خارج الصندوق يحاول يبتكر ويبتدأ شيء خاص فيه طبعا جالس يسوي لي منشن في انستغرام وكان يسوي لي منشن مع نتيوبر غيري طبعا أنا إذا في شخص يسوي منشن وفي شخص يرد يجيني نتفيكيشن صحيح صحيح كنت أدخل ألاقي دويسان يسوي لي منشن ولاقي المراجعة غريبة قريب مني جوي هذا جوي يحط داخل أغنية يحط شيء غريب هذا جوي أنا طريقتي 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 بالإنتاج ما شاء الله طبعا دخلت عليه قال أنت سبب إلهامي قلت ما شاء الله هذه أنت في وقت علي ما شاء الله إبداع إبداع فكنت استمتع في هذه القنوات مع الناس صغيرة جدا والله أتمنى لأن النجاح والاستقطاب وبيها تطلع أن في محتوى إبداعي دي جهد أنا أعرف الجهد هذا لأني مجرب لأنك جربتها أعرف الجهد هذا كم يقط عليه وكم مرة يعيد وكم مرة يمنتج وغير كذا فور كي وهندسة صوتية عنده ما شاء الله تبارك الله يعني وصل المستوى عالي جدا من الاحتراف وشغل سؤوله يعني ستب سؤوله وما شاء الله والله السؤوله متع متعب خصوصا إذا أنت وتيرتك تصير أسرع السؤولة ترى يبطع يكبلك شوي عكسا ما يكون عندك أنا بس فقط طرح الوحيد اللي جايب عندي هو المصمم الثمنين بس فقط هو الوحيد ما شاء الله الباقي شاكب راكب كل شيء أنت تسوي كل كل لا يومك هذا تصوير إخراج كتابة سيناري كل كل لدرجة أنه مرات والله تستهلك حتى من صحتك العقلية لأنك تستهلك أفكار مجهود تتفكر مجهود شو ما جيبنا مرات شيء تلقائي بسرعة يمكن أن أسوي زي خمس الحواس مرات شيء ما يبغى تركيب فن يبغى فن تركيب تذكر حتى سيلنت هيل توري ميك المشهد ترى الفكرة شوف أنا جتني فكرة أحب أن أففذها بسرعة ما بها تتأخر لا تأخرت الفكرة تخرب في رأسي فذكر أنه جتني فكرة مقدمة سيلنت هيل قبل لا أسجل تخيل ما شاء الله قبل لا أسجل جتني الفكرة اشتحلت لي فكرة قلت أنا سيلنت هيل هذي ميت عليها متشفق عليها بيعب ألعبها من الزمان شنو شعوري وقتها شعوري طاير بتقطع من الفرحة طيب عبد الله كيف شكلك كنت متقطع من الفرحة بسيطة أفتح الجرين سكرين حط الإضاءات خلاص أنا نحن متقطع من الفرحة طبعا أنا شغل بالخلفية وراء الساوند وأقعد أنجن أنجن قبل أمنتج خاص أظهر الحلقة خلاص صورت وخلصت طغطت فكرة ثانية قلت لقيت مشهد خيل لقيت مشهد جالس وقفت حسنا أصب شاي حسنا أصب شاي فقلت طويل المدة ونأتي أصب شاي مليت ونأتي أصب شاي طيب ما تفعل عبد الله هنا خلاص سويت كت سويت كت للمشهد وراحت بتخليني أوقف جنب الشخصية حقة النعبة ويصير في السيناريو سويت سيناريو سريع كأنك تسلم سويت سيناريو سريع وتخيل هذا السيناريو وقف لقيت نفسي عزك الله داخل دورة الميان والسيناريو الأول كنت بقول فيه أنا بروح لدورة الميان تشبك معها مشهد ثاني وشبك معها مشهد ثاني والله ما شاء الله يعني في أشياء أنا أشوف أسويها أدري إنه بيكون لها قابلية لأني أنا أحط نفسي مكان الجموة هذا الشيء الجميل صراحك أحط نفسي مرات أعرض الفيديو على أخوي آه تأخذ استشارة في سكيتش كنت بسوي كان بيضرب كان متأكد إنه بيوص بينحط في كل مباراة تخيل كل مباراة في دورة روش أنا بينحط كنت بسوي خلاص جاهز جاهز عرضت الأخوي تلوقف لا تنشرح ليه قال هذا دخلي كل المحبين لندي هذي يقلبون ضدك آه أوك لأن فيه إسقطات هذا المشكلة في إسقطات جايبة من طريقة كوميدية بس لأنا تفتح لي باب هذي تفتح عليك باب هجوم طبعا عاد سبحان الله وافق وقتها مشكلة صايرة في فالكونز وافق نفس المشكلة يقفت آه عرفت عرفت وافقها سبحان الله هذا أخوي طرح المثال قدامك قال شيف الحين صاير في فالكونز سبحان الله تصير في مرمى النار ترى مع بيأكلونك بوقت الجمهور كان متأجج يعني بيأكلونك بسنون والله عاد الفيديو جاه أجروا تشوفه أبتمسك بطنك بس شنو قلت لا 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 خماش ودام في سقطات خلنا دامن عندي برايكات والصفايف لان حين نراهد غلنا نمسك برايك والله صراحة أهل ليك على هذه النقطة لأن أنا برضو نفس الشيء مع محمد كأن إذا صورنا شيء نستشير بعض يعني أوري محمد وقال لي لا 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 اقتع الجزية دي ما تصلح يعني تايتن ولكن تستفزهم وتقلبهم عليك فباعد عن الجزئية دي ما أنصحك تقولها ضيف الجزئية هذه دائما يعني حتى محمد كان إذا حط أي نظرية حق وانبيس بيطرح يجي يتباقش معي فيها يقول لي ما رأيك تحس أنه كده كويس أقول له اذهب انطلق لا 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 تعرف هي الجزئية هذه غلط لازم تصلح كده كده ونفس الشيء أنا أعرض علي نفس الفكار بس كده لا أستطيع أن أعرض علي فكار المنجة فيها حرق أنا هذه نصيحتي لك لديك شخص لا تتحور قبل أن تنزل أي شيء خصوصا إذا كان حساس في تعصب وخلاص تحس أنه في انفجار بأي لحظة حاول أنك تعرض إلى واحد من أخيات المقربين يشوف يكون عند حكمة عند خبرات ومثلا أمك أو أبوك عاطفيهم بزيادة يحبونه يتمنون لك الخير وكل شيء صحيح وما عنده مناظرات جمهور اللي فيها تعصوا فأنت عرض الواحد مقرب لك خليه شوفه عشان ما تندم بكرة يصير بكرة وكذا وكذا فأنا تراجعت إن شاء الله تراجع أنا إن شاء الله سويته وندمت وفعلا رح تقصيته من اليوتيوب ندمت وكذا ما ينفع تقول لحي إذا تكلمت على اليوتيوبر ما كان قاس لي أني سئلة بعدين شفت إن جاني هجوم وكذا النجوم يعني من جمهوره طبيعي جدا بحكم أني أنا طلقت بعض الأسقاطات فأنا فروض أني ما أقولها وأنا شفت أني غلطان أصلا وكذا ليش أنا أتهور أسوي الحركة والله سراعة همي كان تراجعت سويت رح تقصيتها أكيد خلاص انتشر انتشر لا يومك هذا موجود بس الحمد لله أنا اللي علي أني أنا اعتذرت حتى انطرح ودينا أحد يشيل بخاطرة عشان كلمة إن قالت متهور وقتها أنا قلت يا سر التواجر كنت متهور وطايش شاب طايش وعلى ما تطير والله تأزلق والله تروح هذه الكلمات البثة المباشرة ولي ما تقترت سيطرة أنا نفسك نفسك عن نسباتك تقول أن بعض الهين يسألون لك سؤال وتجاوب أنت إجابة ويسسؤونها ويحصونها في التك توك في كل مكان على أساس أنك أنت فتح بث عشان النقطة أصلا بينما في الواقع أنت قاعد جوب لا من هذا يجي واحد ما يعرف من هذا يقول من هذا عشان شفي هذا يتكلم عن شي هذا فتح بث عشان يقول لا ما يدري إنها مجتزة من سؤال إن قال يعني هذا ميزة تبث السؤال في أن تقدر تتكلم عن أي شيء بس في المقابل في سلمية محسوب عليك محسوب عليك شيء أتذكر حتى سالفة قراند أخذوه قروبه قالوا يعني ملزز يسألني ما توقعاتك لقراند قلت ما رح توقع إلا الشيء اللي هم يطرحون أكيد لا تنصدم بعدين إذا شفت فيها أنا أقول للشخص هذا ما قلت إن فيها ومصدوم أنا قص الجزئية فصار ردي كأني أنا مصدوم أول مرة أدري أنا لعبها الثاني ما يوم كانت الكاميرا قبل أن تصير ثري دي فأعرف خوا فيها وعرف اللي فيها بس أنا أقول للناس اللي متأملين إن تصير لها فسح وإن تأتي عندنا بشكل نظامي اللعبة يحطهم فيها كل شيء على مش رائعي خلاص مستحيل تأتي بيطلق كل شيء حدث خلال العقد كامل بيحط لك ولا يضرب بأي حساب لأي رائعي لأن مطورها غربي فكرة غير وثقافة غير فما رح يتبع وهي مبنية على المجتمع حقهم مبنية على المجتمع الأمريكي الغربي فأنت تتوقع يعني تتوقع بيحط لك شيء نظيف لا خلاص أنا ماني مستغرب أنا أأكد إن فيها الأشياء دي هذا نفس المشكلة مع دائما نقول لهم على الفانسيرفس ونتجربت في البثوث هذا الشيء متأصل عندهم وهم سوينا لهم أهم ليس لنا أحلى فنحاول قد لا نقدر نقطع نتجاوز إذا المترجم الله يزا خير حجبها برضو أنا سعيت للشيء سعيت في الأنمي لجتها أرضا سعيت حتى في شخص يأتي لأطياء أحي اسم ماجد مشرف عنه أي واحد ماجد ماجد ماشاء الله عليك مستلم مهمة الحجب أنا يعني حاط على عاطق شيء كبير جدا أنا كل مسلسر كل شيء عرض عندي يتم إشراف تحت ماجد ماجد أي يقول لك في الدقيقة لبن أنه يطف الشاشة لا 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 هو يحجب قبل أعطيك يأخذ الفيديو ويشوف هو خلف الكواليس يحجب آخر فترة تطور الحجب عند أول كان يحط شاشة سوداء الآن صار يحط رأيكشينات صرت أضحك صار الموضوع كوميدي أكثر عربت في قابلية أكبر حين للحجب حمد الله حتى في الألعاب ولله الحمد دبرت ناس الله يعطيهم العافية هم أساطير وشارعوا في الشيء هذا قبل حتى لا أطلب منهم قالوا حنا بالحجب موضوع لعبة إذا فيها أي لقطات أي شيء حنا بنسال عنا الحجب لك مع أني أنا أنا ترى في المونتاج أقدر أحجب في شيء بسهم لا بيخلونا حاجب منه فيها لقراتهم حاجب منه فيها يعني من داخل بلا يعدل في المودز الشخصية كشيل هذا فائدة المودز أنك تلعب بالشيء اللي أنت حبي أي والكتسين إذا في شيء حاجب زي كذا فأنا استفادنا من هذا الشيء صراحة فأتمنى والله الكل يتبع هذا الشيء أنا سمعت لك كلام أنك تحب بخصوصيتك ودائما تفصل بين كونك مشهور وبين يعني ما تظهر خصوصياتك اليومية مع الشهر الزائدة حاليا والناس تعرف عليك الشارع في كل مكان واجهة صعوبة في ذا الشيء لا بالعكسة مرتاح لأنك ما طلعت كل الشيء في خصوصيتي أنا بعدها فصالتها صناع وصالت طبيعتي كذا أنا ما حبي من زمان ما حبي ناقش أشياء خاصة بزيادة وين مكانك وين مدرويش وكم عمروك في أشياء يا أخي شف في أشياء تركها للمتلقي ما لا دخل فيها خلاص هو لا دخل في لعبي في المحتوى حقي في أشياء ممكن هو ودي يعرف يجي فضول عاد الفضول طبيعي جدا لني جايش لقاف لقاف والله ما أنا بيقول لقاف بس يعني في ناس فضول يجي فضول زائد والله عرف ودي عرف كم عمر ودي عرف وين ساكن ودي عرف وش نوع سيارة وش غدا وش عشاء فضول عاد يجي بس يعني صدقني يا ريح صدقني يا ريح لما تفصل شغلك عن حياتك خاصة شخصية أريح أريح بكثير بس بالعكسر حتى لو قبلت هذا الشارع عادي ما في عندي أي شكال من ناحية أن خلاص شافني في محل أو في مكان عادي خلاص لكن أتكلم عن أني أنا ما أصرح ولا أبدي ولا شيء ذا مجموش أكثر موقف محرج صار لك مع هذا المتابع لا هو الموقف المحرج الذي يصير ليس محرج كثير ما هو يعني توصار من فترة في الجمارك السعودية توصار طبعا أنا أبنبذوب ما إهتات السؤال وسؤال في توصل للبعيد والقليل ذاك اليوم مريت عند الجمارك والثنين شافون يصوروني من المنظفين طبعا اللي على الجهاز بعضهم قالوا بس منطق لك صورة كذا صوروني واحد صورني واحد صورني ما أكل تساميهم ولا شيء قلت في واحد صورني وخلاص قلت اثنين صورني وقفت من كم يوم أنا جاي قال لي وقمني واحد قال عبد الله ما أنا اللي صورتك قلت يا أخي مو بنت لا مو بنت أنا قد أنا آخر واحد قال يمكن بعد خوية اللي هنا مصورين قلت هم ثنين مصورين بس والله الناس قام يضحك طلع يتابع البثود وشو وسباعك تقول في البثود اللي مصور سمع أي سمع قال لي ما هو أنا اللي مصور ففعلا براتي مر عليه موحلجة بس كثير ما هي مضحكة بزيادة خصوصا إذا كان في شخص يعرفني وما شاء الله يعني أغلبهم ترى أما من جيلي أو حتى أصغر مني أو أكبر مني يكونون من جيلي قريبين بزيادة يكونون متابعين الحدث وشوفون السوشال ميديو الصاير فيها فأنت قررت أنك يعني ما تعرض حياتك الشخصية عساس أنك لا قصدك كمحتوى يعني نصور وكذا في البيت ومدريش سنابي وطلع وسنابي سنابي ما عندك محتوى يا رجي لو تبتطع تصور وش بتصور لازم واحد عند فعاليات في اليوم ما توقف حرفيا زي إبراهيم بخوك يعرض النادي ويعرض ما يشوف شر مدري يسمع لنا التعبال ما يشوف شوية تعبيب بس إن شاء الله يتجاوز إن شاء الله ما علي العافية فإذا عندك مثلا فعاليات عندك شي تقدر تصور تقدر تغطي السنابي مكان مناسب للشي ذا سنابي ما عندي أصور زيادة الناس بتمن عرب قلت هذا غالبية الناس غالبية الناس اللي ما عنده محتوى في السناب يوقف من الأساس ما يسوي صحيح صحيح قال لي عنده قصص هذا حالة ستنية مثل نايف حمدان عادة أنت مشاء الله لك في القصص ممتاز أقدر 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 أخلي محتوى البثوث هو محتوى السناب بالضبط يعني السؤال في كله أقولها بس أنت ممسوط بس خاف أنا ثاني يوم لقي قصين كلام يكلم شوفوا وش قال بس نا خلف البث في ردة فعل أشوف على طول على الأقل نتدارك الموضوع طيب كيف أثرت حياتك الشخصية في عملك في صعاد المحتوى يعني بداياتك عملك ساعدك في المجال الانيمي في مجال اليوتيوب يعني شغلك كيف أثراحيات الشخصية والله يعني جزء هو منها يعني ماطا غابس جزء منها يعني لأنني أنا ماشي على الرتم نفسه يعني أنا ما خليت شوف أقدر خلي يصير هو هو المسيطر الشغل أكثر من حيات الشخصية وهذه لكن لا حاولت أني أوفد أعطي مجال هذا وعطي مجال هذا هذا الشيء الذي يجعلني أكثر فطرات أو ما أنزل بشكل يومي لوني أنزل بشكل يومي ولم تبث حتى بشكل يومي لا 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 لبث بشكل يومي البثوث عندي حتى رجال قاطع حتى عتب كبير أنا لا أرى أنت مخاوي أدخل على الطرح لا يحتاج أنت تسوي لي ريد لا تقصر الله يزال دائما أنت باك هذا الشيء كما قلت لك أنا أعطي مجال كبير لكن كتأثير من ناحية عمي خالي عمتي عادي جدا كلهم يملكون الشيء يجعل في أثر كبير جدا هذا طبعا نتكلم قبل 4-5 سنين كان في أثر كبير جدا وما زال موجود حتى في الأوساط يجي تحضر أفراح يشوفون يقولون نفتخر جدا هذا أحلى الحمد لله الطريق الذي اخترته صح أنه العاب على شيء الحمد لله متقن الحمد لله ما في مضرة لحد بإذن الله في متعة في ضحك في ضحك في فكرة في إبداع في يعني الحمد لله لقيت ترى لقيت جمهور كبير لقيت جمهور صغار لقيت جمهور كبار ولله الحمد يعني في الغالب حتى أبو خالد يعرف هذا الشيء هنا في جمهور حتى ممكن بالستين يتابعنا عرضيا بالستين بالسبعين عادي وفي حتى الشباب وفي ظهور الشباب لأن المحتوى حقك مو بس جيمينغ حق الصغار يعني محتوى حقك خصوصا الكاركتر التي تقدم فيها الشخصية التي تقدم فيها التختيم أيها تجذب أي أحد يقدر يتابعك حتى لو أنه مفهم اللعبة يتابعك لشخصيتك يتابعك للرياكشنات التي تتسويها الأسلوب الكوميدي السكتش التي تسوي هذا وظفته وظفت حتى في تجميعات البي سي وظفت الشيء بشكل خاص أني عندما أأتي بركب البي سي أبي أركب البي سي كان واحد من أخي يجنبي جالس وأقعد أسولف عليه وأبذره وأزعجلين هو أدري أنه مو مركز مع التركيب ولا يدري وشيء سيسوي بس مركز مع سالفتي هذا السلوبك السرد هذا الذي سويت لكذا تلاقي البعض يدخل عليها ويقول لنا والله ما علي من تركيب البي سي مسألي من السؤال قتاب السؤال والله مبسط حسيت أن هذا شيء حلو جاذب أكبر والله العظيم يا عبد الله أن السؤال معاك والسرد معاك لا يمل ولا يكل ولو لدودي خلينا البودكاست هذا ثلاث ساعات وفسعد ولكن سرق لم المكتك الكثير والله يسعد شاكريين لك والله العظيم ومقدريين لك هذه الاستضافة أنا سعيد جدا بهذه الحلقة صراحة الحمد لله تلاقي إن شاء الله استحسان وغير كذا يعني موفقين في دهريز إن شاء الله ضيوف ديسمين أنت تعتبر من الديسمين يا بعد راسي وقامات قادمة أكثر وأكثر إذا ما رغلت هذا أول بودكاست لك فيس تو فيس نعم نعم على الأرض الميدان فعلا فعلا يعني بودكاست كلام كثير لا يزعلهم هذا أول لقاء حي حلو حلو جدا صراحة ممتع جدا اللقاء وغير كذا يعني إن شاء الله أننا قدامنا وأضفنا بإذن الله وجودك بحد ذات إضافة حبيبي يا بعد راسي الشاهي المتاز الله يسر شكرا لكم جمهورنا الغالي كالعادة إذا جاء نختم نقول سبحانك الله بحمدك أشهد إلا إلا أنت استغرقته بليك لا تسرع الاشتراك واللاعيك والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة شكرا لكم